السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع في هذا الفيديو سنتحجث عن الفوترة الإلكترونية للمرحلة الثانية بشكل كامل سنتحجث عن مفهوم وطريقة إنشاء الفواتير وإيش هو السي اس آي دي وكيف نجلب السي اس آي دي وراح نتكلم عن كل شيء إلى أن نصل لمرحلة الرابط ونشوف الفواتير في منصة فاتورة اللي إحنا أرسل معها طيب هذا الفيديو مهم جدا إن شاء الله بعد هذا الفيديو أنت راح تقوم بالرابط والتكامل مع الزكاة والدخل وإذا احتجت أي مساعدة ستجد رقم هاتفي في هذا الفيديو في النهاية وأثناء هذا الفيديو إن شاء الله أنتقدر تتواصل معي وأنا راح أساعدك بقدر المستطع طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا ولا تتوفنا إلا أن تراضن عنا سنبدأ في الفوترة الإلكترونية للمرحلة الثانية طيب إيش اللي بنشرحه في هذا الفيديو عشان تشوف إذا هذا الفيديو مناسب لك أو لا أول حاجة راح نعرف إيش هي الفوترة الإلكترونية ثاني شيء كيف ننشئ مفاتيح تشفير و CSR وإيش هم مفاتيح التشفير الـ Public Key والـ Private Key وكيف ننشئ الـ CSR وإيش هو الـ CSR أصلا تمام تمام طيب الثالث حاجة إنشاء CSID وإيش هو الـ CSID ورح نعرف كيف ننشئ فواتير XML و كيف نشفر ونوقع هذه الفواتير تمام طيب آخر حاجة راح نعرف كيف نرسل الفواتير وكيف نجيب أوامر الإرسال وكيف نتعامل مع عمليات إرسال أو أوامر الإرسال إرسال الفواتير طيب في بداية الأمر إيش هي الفوترة الإلكترونية باختصار شديد باختصار شديد الفاتورة راح تصدر إلكترونيا عن طريق الكمبيوتر عن طريق حل تقني إيش هو الحل التقني يعني نظام محاسبي أو نظام تقني هو اللي يصدر الفواتير زي مثلا جهاز الكاشير اللي في المطعم اللي يصدر لك فواتير تلقائية لما تروح عند الكاشير وتطلب مثلا شاورما أو شيء من هذا القبيل وهو في النهاية يصدر الفاتورة وتظهر الفاتورة تلقائيا زي هذا النظام أو أي نظام محاسبي أو تقني طيب راح تصدر الفواتير الإلكترونية عن طريق الكمبيوتر وهذه الفواتير راح تشارك مع العميل اللي هو أنت مثلا إذا رحت المطعم وطلبت أكل معين هذه الفاتورة لما يصدرها الكاشير راح يعطيك إياها ورح يرسل هذه الفاتورة للزكاة والدخل تمام تمام هذه هي الفواتير الإلكترونية باختصار طيب إيش فائدتها؟ الفواتير الإلكترونية هذه راح تكون مخزنة أنت راح تطلع عليها والعميل أيضا يقدر يطلع عليها ويتحقق من صحتها وأيضا هي تكون متاحة للزكاة والدخل هذه هي الفواتير الإلكترونية باختصار شديد طيب جاءت الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بمرحلتين المرحلة الأولى باختصار شديد كان مفهومها أو عملها أنه نأخذ بيانات الفاتورة ونحطها في QR كود نفس الظاهر في المربع تحت في اليمين بس اسم البائع المبلغ الرقم الضريبي والوقت اللي ظهرت فيه أو صجرت فيه هذه الفاتورة والضريبة بس طيب المرحلة الثانية هي فيها نفس المرحلة الأولى ولكن المعلومات اللي تتخزن فيه QR كود هي نفسها وتم إضافة أربعة أشياء إضافية ستضاف إلى QR كود وأيضا شيء آخر وهو طريقة أو عملية إرسال الفاتورة الإلكترونية للزكاة والدخل هذه هي المرحلة الثانية والمرحلة الأولى باختصار شديد هذا اللي أنت تحتاج لأنك تفهمه في المرحلتين طيب إيش هي المرحلة الثانية بالضبط؟ المرحلة الثانية ببساطة هي وضع معلومات الفاتورة في ملف XML وإرساله وإرسال هذه الفاتورة بصيغة XML للزكاة والدخل بس هذه الخطوتين بس هذا كل شيء طيب لنفترض أنه أنت أصدرت فاتورة بهذا الشكل أنت عندك رقم ضريبي 300 300 وإلى آخره إلى النهاية تمام؟ أصدرت هذه الفاتورة وأرسلتها إلى الزكاة والدخل وتمام كل أمورك تمام أي واحد إذا كانت هذه هي الطريقة فقط أي واحد بيقدر يأخذ رقمك الضريبي ويسوي فاتورة على أنه أنت وكأنه أنت بنفس الرقم الضريبي ويحطها مثلا مليار فاتور مثلا ويورطك ويرسلها للزكاة والدخل وهذه مشكلة كبيرة جدا طيب اللي أبغى أوريك هي أو أفهمك أنه هذه العملية لها مخاطر كثيرة جدا هذه العملية هي عملية وضع المعلومات في فاتورة إكس أم إل وأرسالها للزكاة والدخل هذه العملية خاطرة جدا وعشان كذا هما جابوا لنا حلول أنا أبغى أشرح لك من وين جابوا الـ private key والـ public key وهذه الأشياء ولكن خلنا نفهم أول شيء المخاطر من مخاطر هذه العملية ممكن يتم سرقة وتعديل البيانات الخاصة بالفاتورة قبل وصولها للزكاة والدخل هذا شيء ممكن طيب ممكن من مخاطر هذه العملية يعجم القدرة على معرفة المرسل للفاتورة أنت بتقول لي أنا مثلا عندي الرقم الضريبي إذا أرسلت فاتورة فيها الرقم الضريبي هذا يعني أنه أنا المرسل لهذه الفاتورة اللي أرسلتها للزكاة والدخل هذا غلط هذا فيه مخاطرة كبيرة جدا أنا ممكن أأخذ الرقم الضريبي الخاص فيك وأرسل فواتير إلى الزكاة والدخل وكأنه أنت طيب لذلك من مخاطرها أنه ما رح يعرفون مين هو المرسل لهذه الفاتورة أيضا عجم القدرة على معرفة النظام المرسل للفاتورة يعني مثلا أنا عندي فرعين الفرع الأول واحد والفرع الثاني الفرع الأول أرسل فاتورة إلى الزكاة والدخل والفرع الثاني أرسل فاتورة للزكاة والدخل تمام؟ الآن إش عرفني وين النظام اللي أرسل هذه الفاتورة هل هو اللي في الفرع رقم الثنين أو اللي في الفرع رقم واحد أو مثلا إذا عندي أنا جهازين في نفس المحل يستخدمون نفس الرقم الضريبي يستخدمون نفس كل شيء فأنا في هذه الحالة لما هم يرسلون فواتير للزكاة والدخل أنا ما رح أعرف من الجهاز المرسل لهذه الفاتورة وهذه أيضا مشكلة طيب وعندنا آخر مشكلة هي مش الأخيرة ولكن هي الأخيرة عندنا هنا في القائمة وهي القدرة على تزوير الفواتير زي ما قلت لك ممكن أخذ الرقم الضريبي الخاص فيك أخذ معلوماتك أحطها في فاتورة أرسلها للزكاة والدخل أورطك هما ما يبغوا أن هذا يصير وهذه مشكلة كبيرة إذا صارت طيب إيش الحلول اللي نقدر نستخدمها عشان نتخلص من هذه المشاكل إيش الحلول خلنا نبدأ بالحلول الحل الأول يكون لكل مكلف لكل مكلف جافع ضرائب طريقة تشفير مختلفة عن الآخر مثلا أنت عندنا مثلا نص محمج بهذا الشكل عفوا ثم تمام المكلف رقم واحد التشفيرة الخاصة بالنص محمد مختلفة عن تشفيرة النص الخاصة بالنص محمد عند المكلف رقم اثنين تمام هذولا لا يساوون بعض المكلف رقم واحد عند طريقة تشفير مختلفة عن طريقة تشفير المكلف رقم اثنين والمكلف رقم اثنين عند طريقة تشفير مختلفة عن المكلف رقم واحد طيب هذا من ضمن الحلول ننتقل للحل الثاني الحل الثاني لا يمكن إرسال الفواتير إلا بعد تسجيل حل تقني مثلا أنا قدرت أحصل على طريقة التشفير الخاصة فيك قدرت أحصل على كل حاجة وحاولت أني أرسل نفس فواتيرك للزكاوي الدخل حاولت أني أستولي على معلوماتك وهو إلى آخر وأرسل بنفس طريقة التشفير وهو إلى آخره للزكاوي الدخل لازم قبل ما أرسل الفواتير يتم تسجيل الحل التقني اللي راح يرسل هذه الفواتير إذا الحل التقني اللي عندي مش مسجل مش مسجل يعني الفاتورة هذه لما أنا أرسلها للزكاوي الدخل ما راح تنقبل تمام؟ تمام هذا من ضمن الحلول طيب هل مثلا إذا جبنا جميع الحلول اللي في الأرض هل ممكن أن نوصل لحماية 100%؟ لا مستحيل لأنه مثلا لو يحصل المخترق على الشهادة الخاصة فيك الـ CSID الخاصة بالحل التقني الخاص فيك الـ Private Key الـ Public Key الخاص بالحل التقني الخاص فيك راح يقدر يزور الفواتير ويرسلها وهو إلى آخره ولكن هم محاولين أو هم حاولون هم يسوون حماية بأكبر قدر ممكن أو بنسبة كبيرة جداً عشان ما يكون في عمليات اختراق أو سرقة أو تزوير أو شيء من هذا القبيل أو يكون فيه أي خطر من المخاطر اللي إحنا ذكرناها سابقاً أو غير هذه المخاطر اللي إحنا ما ذكرناها طيب الحل الثالث ما يتم اعتماج الفواتير إلا عن طريق حل تقني وهذا الحل التقني يكون مسجل تقريباً هذه وهذه مشابهين لبعض هذه تتكلم عن الإرسالة هذه تتكلم عن الاعتماج وهما تقريباً نفس بعض طيب الحل الرابع عدم القدرة على تسجيل نظام تقني جديد إلا من حساب المكلف مثلاً مثلاً أنت عندك محل تمام هذا أنت وعندك كمبيوتر بهذا الشكل هذا الكمبيوتر الخاص فيك أنت مسجل الكمبيوتر الخاص فيك هذا مع الزكاوة الدخل تمام؟ تمام أنا مثلاً كمخترق ما أقدر أسجل النظام التقني أو الحل التقني اللي عندي إلا عن طريق حسابك أنت في الزكاوة الدخل فهمت علي؟ لأنه هذه نوع من أنواع الحماية أنه ما يقدر أي حاج يسجل نظام أو حل تقني لإرسال الفواتير الخاصة فيك إلا عن طريق حسابك وهذا راح نشرحه لاحقاً طيب هل عندنا حل آخر؟ نعم عندنا حل آخر وهو أن نخلي المكلف يستطيع إجارة الحلول التقنية والحذف والإضافة مثلاً في جهازين مربوطين كانوا يرسلون فواتير تمام؟ تمام يكون عندي أنا راح يكون عندي القجرة أني أحذف أحد الحلول التقنية أو أحذفهم كلهم بحيث لو أرسلت فاتورة من هذا الحل التقني ما يتم اعتمادها عندي أو ما يتم قبولها انتهينا من معرفة الحلول اللي ممكن نستخدمها عشان نحج من مخاطر هذه العملية طيب إيش اللي راح نعرفه في هذا الجرس وإيش اللي أنت المفروض تسويه عشان تربط مع الزكاة والدخل أو تسوي جميع اشتراطاتهم كاملة إيش هي الاشتراطات؟ أول شيء لازم تنشئ مفتاحين تشفير Public Key, Private Key إيش هما؟ راح نتعرف عليهم لاحقا من ثم تنشئ CSR إيش هو CSR؟ راح نتعرف عليه لاحقا طيب من ثم إنشاء رمز OTP إيش هو رمز OTP؟ راح نعرفه لاحقا بعد ذلك نقوم بإرسال الـ CSR للزكاة والدخل مع رمز OTP بعد ذلك سنحصل على CSID راح نعرف إيش هو الـ CSID بعد ذلك أو لاحقا بعد ذلك سنقوم بإنشاء فاتورة XML وتشفيرها وتوقيعها ورح نعرف كيف تتوقع وكيف تتشفر وكيف ننشئ فاتورة XML بعد ذلك سنقوم بإرسال عجل من الفواتير حسب نوع الشهادة كيف يعني حسب نوع الشهادة؟ راح نعرف هذا الشيء طيب بعد ذلك سيتم اعتماد النظام التقني أو الحل التقني وبعد ذلك سنحصل على CSID النهائي يخص النظام التقني أو الحل التقني وبعد ذلك في هذه الحالة أنت ستكون جاهز وخلاص تقدر ترسل فواتيرك للزكاة والدخل طيب راح نبدأ بعملية إنشاء مفاتيح التشفير والCSR في بجاية الأمر إيش هو التشفير؟ لنفترض أنه عندي كلمة hello أنا أبغى أشفرها عندنا نوع من أنواع التشفير اسمه التبديل مثلا في هذه الكلمة كلمة hello أنا أبغى أغير ملامح هذه الكلمة باستخدام عملية التبديل كيف يعني؟ يعني أني أبدل مواقع الحروف مثلا ال-I مع ال-O وال-H مع ال-L عفوا ال-L مع ال-O وال-H مع ال-L بهذا الشكل مثلا في هذه الحالة إحنا غيرنا ملامح الكلمة بحيث لما المخترق أو الشخص الذي يعترض الرسالة لما يشوفها بهذا الشكل ما يفهم هي تخص إيش بالضبط هذه الرسالة حق إيش طيب من أمثلة الخوارزميات اللي تشفر بهذه الطريقة خوارزمية القيصر طيب عندنا نوع آخر وهو التغيير وفكرة أننا نغير الحروف نغير الحرف كليا مثلا ال-H نغيره ب-Y وال-L نغيره ب-K بهذا الشكل ومن الخوارزميات اللي تشفر بهذه الطريقة خوارزمية بلايفير طيب إيش المغزى من الموضوع هذا إحنا صراحة مش في محاضرة تشفير إحنا ما ندرس علم التشفير ولكن أبغى أقارن التشفير هذا بالتشفير اللي إحنا نستخدمه في الفوتر الإلكترونية طيب عيب هذا التشفير أنه لديه مفتاح واحد فقط هذا المفتاح يستخدم للتشفير للتشفير وليفك التشفير مثلا عندي نص Hello Hello بهذا الشكل راح أشفر هذا النص باستخدام هذا المفتاح راح يكون مثلا Key مثلا I أو مثلا أو مثلا W بهذا الشكل الآن هذا نص مشفر طيب الآن كيف أفك النص المشفر هذا راح أفك بنفس المفتاح وهذه العملية ما راح تفيدنا في الفوتر الإلكترونية أو في العمليات اللي تشابه الفوتر الإلكترونية طيب إيش اللي راح نستخدم في الفوتر الإلكترونية في الفوتر الإلكترونية راح نستخدم عملية تشفير تستخدم مفتاحين واحد للتشفير وواحد لفك التشفير مثلا لدينا مفتاح أخضر بهذا الشكل ومفتاح أحمر بهذا الشكل المفتاح الأخضر خلنا نسميه المفتاح العام وهذا خلنا نقول عليه مثلا المفتاح الخاص تمام؟ تمام طيب إيش فائدة المفتاح العام والمفتاح الخاص؟ يقول لك المفتاح العام هو مفتاح تنشر للجميع ما يضرك حتى لو أخذوا الهكر وعرف هذا المفتاح ما راح يقدر يوصل لهذا المفتاح اللي هو المفتاح الخاص المفتاح الخاص هذا مفتاح خاص فيك انت تمام؟ انت تشفر الفواتير وتوقعها باستخدام هذا المفتاح اللي هو المفتاح الخاص تمام؟ تمام المفتاح الخاص له توقيع معين له توقيع معين كيف يعني؟ مثلا إذا عندك رسالة بهذا الشكل أو شخص أرسلك رسالة بهذا الشكل أنت هذا الشخص؟ الآن أبغى أسألك كيف تعرف أن هذه الرسالة جت من هذا الشخص؟ حتى تعرف عن طريقة توقيع إذا قام بتوقيع هذه الرسالة أنت راح تشوف التوقيع أيوة إذا كان نفس توقيعه إذن هذه الرسالة من عند هذا الشخص؟ إذا كانت الرسالة بدون توقيع أو توقيع مختلف يعني هذه الرسالة ما جت من عند هذا الشخص؟ وهذه العملية إحنا نستخدمها في الفوتر الإلكتروني للمرحلة الثانية إحنا نقوم بتوقيع عدة أجزاء في الفاتورة باستخدام المفتاح الخاص هذا وهذا المفتاح له توقيع مميز وخاص فيه ما في مفتاح يقدر يشفر نفس تشفيرة هذا المفتاح أو توقيع نفس توقيع هذا المفتاح هذا المفتاح راح يكون له توقيع معين توقيع هذا المفتاح راح نستخدمه في توقيع عدة أجزاء في فاتورة الإكس أم أل والمفتاح العام هذا راح نرسله للزكاة والدخل كيف راح نرسله؟ راح نرسله عن طريق الـ QR راح نضيفه فيه الـ QR عشان هم يستفيدون من هذا المفتاح في التحقق من توقيع المفتاح الأحمر عشان يشوفون إذا كان هذا التوقيع اللي في هذه الفاتورة من المفتاح الأحمر ولا لا إذا كانت من المفتاح الأحمر يعني أن الفاتورة جت من عندك إذا كان كل شيء مشفر بالمفتاح الأحمر يعني أن الفاتورة جت من عندك هذا المفتاح المفتاح الخاص يكون عندك فقط ما في أحد يحصل عليه تمام؟ تمام طيب هذه عملية التشفير اللي نستخدمها في الفوتر الإلكتروني للمرحلة الثانية الآن ننتقل للأوامر اللي راح نستخدمها في إنشاء مفتاح خاص ومفتاح عام وCSR عندنا الأمر الأول هذا هو عن طريق الأوبن SSL تكتب تثبت الأوبن SSL في الويندوز وتكتب هذا الأمر في الـ CMD وعلى طول يتم إنشاء مفتاح برايفت كي طيب هذا الأمر هو أمر إنشاء مفتاح الـ Public Key نفس العملية عن طريق الأوبن SSL طيب آخر شيء هذا أمر إنشاء الـ CSR الـ CSR مهم جدا تمام؟ تمام هذا هو الأمر بهذا الشكل راح يستخدم الـ private key المفتاح الخاص عشان يوقع الـ CSR عن طريقه تمام باستخدامه من ثم لدينا شيء مهم هنا اسمه configuration.cnf هذا الفايل باقي ما تكلمنا عنه هذا الفايل مهم جدا يقول لك هنا out taxpayer.csr هذا يطلع لك الـ CSR في ملف يحفظ بهذا الشكل بصيغة CSR وباسم taxpayer طيب عندنا هذا الامر هو امر انشاء الـ CSR وهذا هو الشيء اللي احنا تكلمنا عنه الملف اللي احنا تكلمنا عنه اللي اسمه configuration.cnf تمام طيب ايش هذا الملف هذا هو الملف هذه هي محتويات الملف طيب ايش هذه الاشياء هذه الاشياء او هذا الملف هو عبارة عن ملف يحتوي على اعجاجات خاصة بالـ CSR ومعلومات المكلف ومعلومات المكلف من هو المكلف؟ صاحب المتجر اللي يبغي يسوي تكامل او رابط مع الزكاة والدخل مثلا الرقم الضريبي الخاص فيه ونوع الفواتير اللي هو يبغي يصدرها اسم المتجر وهو الى اخره راح نعرف ايش الاشياء اللي نحطها هنا وراح نعرف الاشياء المطلوبة مننا والمطلوبة من المكلف طيب ما هو الـ CSR؟ قبل ما نعرف ملف الـ Configuration نعرف او نشرح المتطلبات في ملف الـ Configuration لازم نعرف ايش هو الـ CSR الـ CSR باختصار هو عبارة عن ملف يتضمن معلومات العميل وبرضو يتضمن اعجاجات واشياء معينة تمام تمام ولكن هو يتضمن معلومات العميل اهم حاجة انت راح ترسل هذا الملف الى الزكاة والدخل الزكاة والدخل راح يأخذون الـ CSR ومن ثم يرجعون لك شهادة Certificate تمام شهادة يتم استخدامها هذه الشهادة اللي ترجع لنا من الزكاة والدخل تسمى CSID CSID تمام تمام طيب في ايش احنا راح نستخدم الـ CSID راح نستخدم الـ CSID اولا راح نضعه في الفاتورة في فاتورة الـ XML راح نستخرج التوقيع من الشهادة شيء اسمه Signature من ثم ايضا راح نسوي للـ Certificate هاش ونضعه في الفاتورة واشياء راح نتعرف عليها لاحقا طيب عرفنا ايش هو الـ CSR ولكن باقي ما تعرفنا على الـ Configuration الملف اللي فيها العدادات الخاصة بالـ CSR طيب انا بشرح لك الاشياء المهمة الاشياء الثانية انت لا تغيرها اللي مسموح لك تغيره هو اللي راح نحجد عليه حاليا اول حاجة الايميل هنا تحط الايميل خاص بالعميل تمام؟ تمام ثاني حاجة الدولة شوف عندك حرف C هو اختصار لـ Country انت حتحط S-A اختصار لـ السعودية تمام؟ ثاني شيء حرف U يساوي اسم المنظمة اسم المتجر يعني مثلا متجر محمد المالكي طيب اللي تحت C-N اللي هو الاسم العام اسم النظام التقني او الاسم العام للمتجر مثلا متاجر محمد المالكي طيب ننتقل لشيء اخر وهو الـ UID الـ UID اللي هو الرقم الضريبي الخاص بالمكلف وهو يتكون من 15 هنا طيب الـ Address او الموقع المسجل هو موقع النشاط المسجل مثلا عندي كتبت جازان بهذا الشكل عندك هنا الـ Business Category اللي هو نوع النشاط مثلا هذا الشخص اللي يبغى يسوي رابط مع الزكاة والدخل هو نوع نشاطه مثلا فواكه وخضروات مثلا تمام تمام طيب فيه اشياء مهمة احنا ما حجدنا عليها هي اللي عليها احمر نشوف عندك هنا فوق هذا اللي عليه مربعات حمراء اللي عليه مربعات حمراء هذا راح نشرحه في الصفحة القادمة المربع الأحمر الأول يقول لك هنا اسم الوحدة التنظيمية يش هو اسم الوحدة التنظيمية راح نشرح طيب المربع الأحمر الآخر يقول لك الرقم السلسلي يش هو الرقم السلسلي المربع أو المستطيل الأحمر الأخير اللي هو title يقول لك نوع الفواتير التي ترسلها عن طريق الشهادة أو اللي راح انت تسجلها في هذه الشهادة وانت راح ترسل هذا النوع من الفواتير فقط طيب كيف يعني هذه هي الاعجاجات اللي تهمنا انا قصيت الجزء اللي يهمنا عندنا المستطيل الاحمر الاول يقول لك هنا تحط اسم الوحجة التنظيمية طيب ايش يعني الوحجة التنظيمية قال لك هنا في اول سطرين قال لك اسم الفرع الخاص بالمكلف انا مثلا حطيت محمد المالكي محمد المالكي تمام طيب ولكن قال لك هنا نص غريب جدا انا صراحة ما فهمته اتمنى الشخص الفاهم في هذا الموضوع يوضح لنا في التعليقات ولكن اللي انا فهمته منه اذا كان الرقم الحاجي عشر عبارة عن واحد اللي تكتب هنا هو التن ايوه هذا هو تحط هنا التن والله اعلم انا صراحة ما فهمت هذا الجزء كويس تمام ولكن انا اللي سويته كتبته محمد المالكي وفي النهاية انا راح اوريك النص هذا في منصة فاتورة لما نربط الحل التقني انا راح اوريك كيف ظهر بالنسبة لي ظهر محمد المالكي بشكل عادي جدا تمام تمام طيب بالنسبة للرقم التسلسلي يكون لك الرقم التسلسلي اللي سويه هو انت كمبرمج بمعنى الرقم يجل على مثلا الحل التقني او على الجهاز الحالي انا صراحة كتبت كذا نصف كلمة محمد هنا ست حروف انا صراحة ما جاوزت وما اجري اذا تم تجاوزه حيحصل خطأ او لا ما جربت ممكن نجرب لاحقا وبرضو ما غيرت هذه الارقام ما غيرتها برضو تقدر تغيرها ما رح يحصل اي خطأ اذا غيرتها اللي انا ما اعرفه ما اجري اذا اتجاوزت الحج اذا اتجاوزت ستة حروف او اقل من ستة حروف ما اجريش اللي بيصير هنا وهنا نفس الموضوع وهنا نفس الموضوع لكن هذا الرقم السلسلي اللي انا كتبته لنفسي كتجربة تمام تمام التايتل نوع الفواتير التي ترسلها عن طريق الشهادة انت لما تسوي CSR وترسله لزكاو الدخل انت حتحدد ايش نوع الفواتير اللي انا رح ارسلها هل هي فواتير ضريبية يعني من شركة شركة الى الشركة ولا فواتيري هي فواتير ضريبية مبسطة زي مثلا الفواتير الضريبية اللي تطلع من المطاعم مثلا هو ما يحتاج يحط معلوماتك او معلومات الشركة اللي اشترت الغداء او العشاء او الفطورة او شي من هذا القبيل لان هما يعني ما يحتاج ان هما يسجلونها في الزكاو الدخل عندهم عشان تنخصم الضريبة مثلا او شي من هذا القبيل فهذه هي الفواتير المبسطة اللي تكون مثلا في بقالة صغيرة جدا او في مطعم او شي صفر واحد صفر صفر اذا انت تبغى ترسل فواتير ستاندرد اللي هي تكون من شركة الى شركة او من مؤسسة الى مؤسسة او اي شي من هذا القبيل راح تضع الرقم هذا اللي هو الف اذا انت النظام التقني او الحل التقني او مثلا محلك يصدر فواتير للشركات وايضا فواتير مبسطة فتحط هذا الرقم اللي هو واحد واحد صفر صفر اللي موجود هنا في الملف هو ستاندرد تمام يعني انه الشهادة اللي حتطلع في الاخير السي اس آي دي راح تسمح بارسال فواتير ستاندرد فقط وليس سيمبليفايد تمام تمام طيب طيب الان وصلنا للتطبيق العملي على انشاء مفاتيح تشفير و سي اس آر طيب بالنسبة الكونفجراشن هذا هو ملف الكونفجراشن انا حطيت الايميل الخاص فيني واسمه المتجر محمد المالكي ومتجر محمد المالكي البرمجة وعندك هنا برنامج محمد المالكي وهنا الرقم الضريبي راح احطه والتايتل انا ابغى ارسل ستاندرد و سيمبليفايد ابغى ارسل النوعين او الحل التقني او النظام الخاص فيني يستعمل او يصدر النوعين تمام الادرس انا حطيت جازان بزنس كاتيجوري وعندك هنا تكنولوجي انا حطيت تكنولوجي تمام تمام طيب عندك هنا كوماندز الاوامر الخاصة بالاوامر وانشاء 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 سي اس او تمام تمام طيب اش اللي راح نسوي راح نكتب هنا سيم دي بهذا الشكل من ثم نضع الاوامر هنا ولكن قبل كل شي لازم تقوم بتثبيت الopen ssl تمام تمام طيب في بجاية الامر راح ااخذ هذا الامر بهذا الشكل انتر خلاص سوى لي private key من ثم بعد ذلك راح اسوي public key بهذا الشكل انتر خلاص سوى لي public key طيب اخر حاجة راح انشئ السي اس او تمام باستخدام الconfiguration اللي انا حطيتها تمام انتر خلاص انشاء لي السي اس او اه هذه هي مفاتيح التشفية private key public key وعندك هنا السي اس او هذه الملفات خلاص احنا ما نحتاجها تمام تمام طيب كيف شكل private key كيف شكل public key كيف شكل السي اس او خلنا نفتح الprivate key هذا هو الprivate key بهذا الشكل طيب هذا هو ال public key وعندك هنا وعندك هنا السي اس او هذه اللي راح ترسلها للزكاة والدخل تمام تمام طيب بعد ما سوينا سي اس او ونفذنا هذا الامر طلع لنا السي اس او هذا هو السي اس او تمام تمام وبرضو احنا سوينا private key و public key في هذه الحالة لدينا السي اس او public key و private key طيب ايش اللي باقي علينا حاليا اللي باقي الحنا نرسل السي اس او الى الزكاة والدخل والزكاة والدخل حيردوا علينا بسي اس اي دي ولكن كيف انا هأرسل سي اس او هذه العملية من ناحية الموضوع الامني هي ما رح تنفع انا بقدر اأخذ الرقم الضريب الخاص فيك او اي حد يقدر يأخذ الرقم الضريب الخاص فيك ويضع وينشئ السي اس او وهو يرسل للزكاة والدخل والزكاة والدخل يرجعون له سي اس اي دي وهو كأنه انت ويقدر يزور فواتير وهو الى اخره طيب كيف يحلون هذه المشكلة قالوا لازم ينشئ الواحد او تي بي تمام تمام رمز او تي بي طيب ايش هو الاو تي بي ما هو الاو تي بي كلنا نعرف الواتساب تمام تمام وفي طرق كثيرة جدا نقدر نشرح فيها الاو تي بي او في امثلة كثيرة جدا على الاو تي بي ولكن الواتساب مشهور جدا لذلك انا اخترته انت لما تسجل رقمك بهذا الشكل مثلا هذا رقمك لما تسجله في الواتساب هل الواتساب بيجخلك على طول لا ليه لانه ممكن اي مخترق او اي هاكر يأخذ رقمك ويسجله عنده ويخش اذا ما كان الواتساب يتحقق مين هو صاحب هذا الرقم ويتحقق اذا كان انت اللي تبغى تسجل ولا لا طيب هو كيف يتحقق يرسل رمز او تي بي باختصار ال او تي بي هو رمز تحقق تمام تمام الواتساب حيرسل رمز ال او تي بي الى رقم جوالك من ثم انت حتدخل رمز ال او تي بي في الواتساب وقتها الواتساب في هذه الحالة اي وعرف انه الشخص اللي يبغى يسجل بهذا الرقم هو يملك هذا الرقم والجليل على ذلك اني ارسلت او تي بي الى رقم جواله واخذ هذا الرمز ودخله في الواتساب لذلك انا هافتح الواتساب تمام تمام باختصار هذه هي فكرة الو تي بي هو عبارة عن رمز تحقق عشان اثبات الملكية طيب قال لك هنا لكن في هذه الحالة فرمز الو تي بي يتم اصداره من منصة فاتورة الخاصة بالمكلف يعني عشان المكلف او جافع الضرائب او العميل يصدر او تي بي لازم يخش المنصة منصة فاتورة ويقوم باصدار رمز او تي بي رمز تحقق تمام تمام هذه هي طريقة اصدار رمز او تي بي يخش الواحد على منصة فاتورة من ثم يروح لتهيئة الجهاز من ثم يضع عجج رموز الو تي بي اللي راح يستخدمها انا وضعت رمز واحد فقط لذلك ظهر لي رمز او تي بي واحد هذا الرمز شغال لمدة ساعة واحدة لانه في ساعة واحدة انت يمجيك تخلص ويوصلك CSID وترسل في اوتير وهو الى اخره لانه في النهاية هذه المرحلة هي مرحلة ربط ما راح تربط يجويا النظام التقني هو اللي راح يربط لذلك ساعة كافية جدا لهذه العملية طيب الان الو تي بي هذا الو تي بي هذا راح يرتبط بحساب المكلف راح يرتبط بحساب جافع الضرائب المكلف وراح يرتبط بالرقم الضريبي الخاص فيه تمام تمام الان لما ارسل CSR CSR هو راح يكون فيها الرقم الضريبي الخاص فيني لما ارسل الCSR الزكاو الدخل راح تتأكد هل الرقم الضريبي هذا عنده الو تي بي هذا في حسابه او هذا الو تي بي يتبع للرقم الضريبي هذا اذا نعم تمام راح يجاوبونك اذا غلط او الو تي بي غير صالح او انتهت مدته او غير صحيح او انت حاط او تي بي من راسك فراح يرسلون لك ارور خطأ تمام ارور تمام تمام طيب احنا الان وين وصلنا او ايش خلصنا احنا انشأنا مفاتيح التشفير انشأنا CSR عرفنا ايش هو CSR انشأنا الو تي بي عرفنا ايش هو الو تي بي باقي عملية ارسال CSR للزكاة والدخل مع رمز الو تي بي راح اأخذ CSR والو تي بي وارسلهم للزكاة والدخل لكن كيف كيف ارسلهم للزكاة والدخل الان راح نبدأ في انشاء CSID هو نفسه عملية ارسال CSR في تلك اللحظات سنحصل على CSID طيب الزكاة والدخل سووا منصة تجربة اللي هي Sandbox هذه المنصة هذه المنصة انت تروح تأخذ منها الاوامر اللي تستخدمها للارسال تمام تمام هذه المنصة هي للتجربة فقط ما راح تفيدك طيب اه راح تخش على Sandbox وتروح للقائمة هذه من ثم تروح لمعرف ختم التشفير لاغراض الامتثال من ثم ستحصل على الامر هذا اللي هو CURN طيب راح نسوي هذه العملية تطبيق عملي يقول لك هنا تطبيق عملي لجلب الامر المستخدم لإرسال CSR حنخش على موقع الزكاة والدخل من ثم الفوتر الإلكتروني بهذا الشكل بعد ذلك مطور الانظمة بعد ذلك بوابة مطور وآل الانظمة الفوتر الإلكترونية بهذا الشكل بعد ذلك تختار البيئة التجريبية لطلبات التكامل والربط الAPI تضغط عليها بهذا الشكل من ثم سجل دخول تسجيل الدخول بهذا الشكل أنا خلص سجلت دخول من ثم نذهب للقائمة من ثم نختار معرف ختم التشفير لأغراض الامتثال طيب أنا كيف أرسل CSR بهذا الشكل أنا مستحيل أرسله بهذا الشكل وين الرابط اللي أرسل عليه هذا هو الرابط اللي ترسل عليه يقول لك هذا الرابط من ثم compliance من ثم من ثم ولكن أنت لا تأخذ بهذه الطريقة أنا بعطيك طريقة أسهل عشان تأخذ جميع الأوامر اللي أن تحتاجها تروح وتضغط try it out بهذا الشكل من ثم execute راح يظهر لك الأمر هذا هذا الأمر هو أمر إرسال باستخدام CURL تمام تمام طيب لكن إحنا ما نبغى نستخدم CURL إحنا نبغى نحول هذا الكود لكود برمجي نقدر نستخدمه أو نفهمه ممكن أنت ما تكون فهم CURL مثل حالتي أنا أنا صراحة أنا ما قد استخدمته لذلك أنا أبغى أحول CURL أو الكود إلى كود مثلا Python أو Java أو C أو أي كود أنت تبغاه طيب كيف أسوي هذه العملية راح تخش على جوجل وراح تكتب CURL Converter من ثم ببحث راح يظهر لك هذا الموقع تمام تمام بمجرد أنك تختار اللغة من هنا مثلا عندك JavaScript عندك هنا JSON عندك هنا Ruby عندك هنا R عندك هنا Python تستخدم أي مكتبة أنت تبغاها مثلا HTTP dot client أو requests عندك هنا PHP عندك هنا Objective C تختار اللغة اللي أنت تبغاها أو الطريقة اللي أنت تبغاها أنا بستخدم Python عن طريق مكتبة requests من ثم تضع هنا الرابط خلاص حول لك الكود من CURL إلى كود Python إذا أنت تبغاه مثلا بالروبي هذا هو تبغاه مثلا بالجافا والجافا أختار مثلا هذا هذا هو تمام هذا هو كود الإرسال خلاص أنت ما ما يحتاج أنه تروح تتعلم CURL من ثم تأخذ الفكرة هذه وتحولها إلى كود وإلى آخره هذا الموقع رح حول لك CURL إلى الكود اللي أنت تبغاه تمام تمام هذا هو الكود الخاص فينا كود الإرسال هذا هو وضعته في المحرر بحذ الشكل عشان نشوفه بشكل واضح عندنا هنا الهجرس وعندنا هنا الجاتا على شكل جيسون وهنا عملية الإرسال بوست وهذا الرابط اللي راح نرسل عليه فعليا إحنا ما رح نرسل على هذا الرابط ليه لأنه هذا الرابط هو رابط منصة السانج بوكس عندك هنا developer portal هذا الرابط ما منه فائدة تمام هو فقط للتجربة أو لتوضيح الفكرة فقط طيب إحنا حنرسل على أي رابط إحنا حنرسل على روابط منصة فاتورة عشان نشوف الفواتير المرسل عندنا في منصة فاتورة ولكن إحنا صراحة باقي ما وصلنا لهذه العملية طيب الآن إحنا جلبنا أمر الإرسال ولكن من المهم جدا أنحنا نفهمه يعني أنا صراحة ما أحب أسوي شيء بدون ما أفهم كل نقطة وكل تفصيلة في هذا الشيء طيب في بداية الأمر أنا صراحة لما توصلت مع الزكاوة الدخل بالنسبة لل V هذا قال هو ما في إلا V2 V1 ما في V1 أو هما ما يتعاملون بال V1 إذن فأنت هذا ما رح تغيره وهذا برضو ما رح تغيره وهذا برضو ما رح تغيره هذا إيش موضوعه إقرأ إيش إيش مكتوب هنا OTP يعني تحط هنا رمز OTP تمام تمام هذا بالنسبة للهجرز وبالنسبة للهجرز الكلام الأخضر تحت في الداتا كجيسن هذا هذا الكلام الأخضر إيش هو بالضبط إيش هو هو CSR Included By Base64 أو Using Base64 بمعنى أنت تروح تأخذ CSR وتسوي له Include باستخدام Base64 بهذا الشكل تأخذ CSR بتسوي له Include باستخدام Base64 سيظهر بهذا الشكل تمام تمام من ثم أنت حتضيف CSR بهذا الشكل في الرسالة أو في الجيسون اللي أنت حترسله تمام تمام طيب هذا هو الكود الخاص بإرسال CSR باستخدام Python طيب الآن وصلنا للتطبيق العملي لعملية إرسال CSR والحصول على CSID لكن قبل التطبيق العملي عندنا شيء مهم جدا لازم نعرفه وهو أن الزكاوة الدخل عندها ثلاث منصات لإرسال الفواتير كيف يعني المنصة الأولى اللي هي Sandbox اللي هي الخاصة بالمبرمجين عشان يجربون فيها وعشان يأخذون فكرة وعشان يفهمون تمام تمام ثاني منصة هو محاكي منصة فاتورة منصة فاتورة هي المنصة اللي عليها الربط النهائي تمام تمام المنصة الثالثة هي منصة فاتورة للربط النهائي هذا هو يعني المكان اللي أنت حتربط فيه بشكل نهائي منصة فاتورة محاكي منصة فاتورة هو جوة منصة فاتورة ولكن هو للتجارب تمام هو للتجارب يعني لما اتشغل محاكي منصة فاتورة هو نفس فكرة منصة فاتورة ولكن عشان بس تجرب وتشوف الفواتير اللي توصل وتشوف الأجهزة اللي أنت تسجلها وهو إلى آخره حتى تكون جاهز من ثم تنتقل لمنصة فاتورة للربط النهائي إذن السانج بوكس هو لفهم الأفكار ولجلب الأوامر وإلى آخره وللتجارب البسيطة منصة فاتورة هي للربط النهائي التي في اليسار هذه هذه هي الخاصة بالربط النهائي اللي ترسل عليها الفواتير بشكل نهائي اللي في الوسط هي جوة منصة فاتورة ولكن محاكي تمام تمام طيب اللي إحنا راح نتعامل معاه هو المحاكي اللي إحنا راح نتعامل معاه هو المحاكي محاكي منصة فاتورة تمام تمام طيب طيب كيف أخش على محاكي منصة فاتورة نروح للفوترة الإلكترونية بهذا الشكل عن طريق موقع الزكاوي الدخل من ثم منصة فاتورة بهذا الشكل هذه هي منصة فاتورة ما يقدر يخش على منصة فاتورة إلا المكلف الخاضع للضريبة يضع هنا الرقم المميز الخاص فيه من ثم كلمة المرور ويقدر يخش على منصة فاتورة أنا صراحة لدي حساب في منصة فاتورة لذلك سأقوم بتسجيل الدخول الآن تم إرسال رمز الـ OTP أو رمز التحقق لجوالي عشان أدخله في الموقع عشان يفتح لي منصة فاتورة طيب هذه هي منصة فاتورة يظهر عندك هنا الاسم الخاص فيك أنا محمد المالكي الرقم الضريبي أيضا أنا الرقم الضريبي غيرته خشيت على ضغط كليك يمين من ثم فحص العنصر من ثم غيرت الرقم الضريبي الخاص فيني والاسم الكامل حطيته محمد المالكي عشان أنا صراحة ما أبغى حد يعرف الرقم الضريبي الخاص فيني طيب هذه هي منصة فاتورة هذا هو المحاكي الآن رح نضغط المحاكي أو نشغل المحاكي ظهرت لنا هذه النافذة رح نوافق يقول لك هنا أنه هذا مجرد محاكي وهو إلى آخره نحط التالي طيب الآن صارت منصة فاتورة باللون الأخضر كذا يعني أنت الآن في نظام المحاكي طيب إحنا نبغى نطلع رمز OTP عشان نستخدمه في إرسال الـ CSR حنخش على تهيئة وحدة تهيئة وحدة أو جهاز جديد نضغط عليها تمام بهذا الشكل أنا لست برنامج روبوت تحط هنا عدد أرقام الـ OTP مثلا أنا أبغى 50 رقم يعني أني أبغى أرسل 50 CSR مختلف طيب متى أسوي هذه العملية؟ لما يكون عندي مثلا متجر كبير جدا أو مول كبير جدا في قرابة 50 كمبيوتر و50 نظام تقني وإلى آخر هنا ما عندي إلا واحد تمام؟ إذن نقوم بإنشاء رمز التفعيل عن طريق الضغط على الزر هذا تمام؟ تم إنشاء رمز التفعيل أو رمز الـ OTP نسوي له نسخ بهذا الشكل خلص إحنا الآن نسخناه الآن وين نروح؟ رح نروح على أمر الإرسال اللي إحنا حولناه من CURL إلى بايثن ونضع هنا الـ OTP ولكن كنص كل حاجة هنا كنص تمام؟ تمام طيب ثاني حاجة عندنا هنا الرابط اللي رح نرسل عليه هذا الرابط هو الرابط الخاص بالسانج بوكس مكتوب عندك هنا جيفولوبر بورتال هذا الخاص بالسانج بوكس إحنا نبغى نرسل على الرابط الخاص بمنصة فاتورة أو محاكم منصة فاتورة لما ترسل على هذا الرابط لو تحط مثلا الـ OTP بهذا الشكل الـ OTP اللي جامع الأمر بهذا الشكل من ثم تنفذ الأمر ولكن ثواني أحفظ الملف تمام لما ترسل على هذا الرابط الخاص بالسانج بوكس ما رح يعطيك أي خطأ مع أنه الـ OTP هو مزيف تمام؟ لما تشغل بهذا الشكل إش اللي رح يظهر تنفذ الكوج بدون أي مشاكل ولكن ما ظهر لنا شيء لأنه إحنا ما سوينا print للرسبونس بهذا الشكل .json الآن لم نسوي run خلاص جاك رج بالـ CSID ولكن هذا الـ CSID خاص بالـ CSR هذا وهذا صراحة يعني بيانات للتجربة غير حقيقية عشان كذا أنا صراحة ما أفضل أنك تجرب في السانج بوكس أنا أفضل أنه تجرب في منصة فاتورة طيب أنا من وين أجيب روابط منصة فاتورة؟ في بداية الأمر أنا راح أجيب الـ OTP اللي إحنا سويناه من منصة فاتورة من ثم أضعه هنا بهذا الشكل من ثم أمسح الـ CSR هذا وأضع الـ CSR الخاص فيني ولكن قبل ما أضعه أسوي له include باستخدام بيز 64 طيب الآن بروح للـ CSR هذا هو الـ CSR راح أسوي له copy بهذا الشكل من ثم أبادئ ذلك راح أروح لـ Google ونكتب بيز 64 include من ثم بحث راح نخش على هذا الموقع بهذا الشكل تمام من ثم نختار خانة include وليس decode include من ثم نضع الـ CSR بهذا الشكل من ثم بعد ذلك include تمام أخذ الـ CSR وسواله include باستخدام بيز 64 الآن نرجع للكود ونضع الـ CSR بهذا الشكل شوف لو تحط هنا enter راح تظهر لك مشاكل حتى لو ما ظهرت مشاكل في النص بهذا الشكل هنا عندك مشكلة في النص لو مثلا أنت حطيت هنا ثلاث نجمات بهذا الشكل مش نجمات عفوا علامات تنصيص من ثم ثلاث علامات تنصيص بهذا الشكل ونزلت هذا السطر بهذا الشكل لسبيل أو على سبيل التنسيق راح يسبب لك مشكلة هنا لازم ما يكون فيه مسافات لا قبل ولا بعد الـ CSR ولا في الـ CSR يكون كذا خط متصل وما يكون فيه مسافات لا قبله ولا بعده مثلا لو تحط هنا line بهذا الشكل أو مسافة راح تسبب لك مشاكل تمام؟ تمام طيب انتهينا من الـ headers وانتهينا من الجاتة اللي راح نرسلها الان تبقى لدينا الرابط اللي راح نرسل عليه من وين نجيب روابط منصة فاتورة؟ روابط المحاكاة وروابط منصة فاتورة للرابط النهائي من وين نجيبهم؟ عشان نجيب الروابط راح نخش على الموقع من ثم ما هي الفوتر الالكترونية أو الفوتر الالكترونية من ثم عندك هنا مراحل التطبيق تمام؟ من ثم عندك هنا الأجلة الإرشادية بهذا الشكل راح نأخذ أو نحمل الجليل الإرشادي أو جليل المستخدم الخاص بمنصة فاتورة طيب الآن فتحنا الملف بهذا الشكل ستظهر لنا في الصفحة الثانية الـ API نضغط على الـ API راح تظهر لنا هنا الروابط عندك هنا فاتورة بورتال الربط النهائي وعندك هنا السيميولايشن المحاكاة تمام؟ تمام طيب هذا الروابط أو هذا الروابط اللي هو هنا هذا خاص بالمشاركة مشاركة الفواتير reporting لإرسال الفواتير السيمبليفايد وهذا الـ clearance خاص بـ اعتماد الفواتير مشاركة أو اعتماد الفواتير الـ standard عفوا عندك هنا request or renew a production CSID هذا راح نعرف إيش هو بعدين مش حاليا عندك هنا request pre-compliant CSID هذا اللي راح نستخدمه حاليا نسخ عنوان رابط تمام راح نسوي لهذا العنوان نسخ بهذا الشكل من ثم نضعه هنا مكان الرابط السابق من ثم الآن نجرب run خلاص الآن إحنا أرسلنا CSR ورجع لنا الرج من الزكاة والدخل هذا هو الرج طيب راح نرتبه بهذا الشكل عشان نعوي ريك الرج من ثم نشرح المعطيات الموجودة في هذا الرج أو البيانات الموجودة في هذا الرج تمام طيب عدنا هنا request ID عطاك رقم هنا هذا رقم مهم جدا عندك هنا نص ما منه فائجة وهذا ما منه فائجة يوضح لك أنه ما في أخطاء هنا تمام عندك هنا binary security token هذا ال 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 أو ال binary security token راح نستفيد منه بعدين راح أشرح لك إيش هو أيضا وهذا السيكرت مهم جدا راح نستفيد منه لاحقا طيب إيش هي هذه الأشياء إيش هي هذه الأشياء أو إيش هو الرج اللي جان من الزكاة والدخل راح نعرض الرج هذا هو الرج تمام مثال على الرج ورح نشرح كل شيء بالتجريج أول حاجة request ID الرقم هذا الرقم هذا راح تستخدمه بعدين عشان تجيبه CS ID النهائي للحل التقني أو للنظام التقني تمام تمام طيب بالنسبة لل binary security token قال لك واحد يستخدم في أغراض إنشاء الفاتورة والتشفير تمام تمام اثنين يستخدم لتسجيل الدخول وإرسال الفواتير كيف تسجيل الدخول أنا راح أعلمك لاحقا إيش هو تسجيل الدخول اللي أنا أقصده طيب بالنسبة للsecret هذا يستخدم ككلمة مرور عند تسجيل الدخول وإرسال الفواتير باختصار عشان تأخذ فكرة بسيطة هذا راح تستخدمه كيوزر نيم كيوزر نيم وهذا كباسورد تمام اللي فوق يوزر نيم وهذا باسورد عشان تعرف تعرف الزكاوة الدخل من وين جت الفواتير لما تشوف اليوزر نيم تقول أيوة اليوزر نيم هذا يحتوي على معلومات الحل التقني ومعلومات السي اس آر اللي إحنا أنشأناه فالزكاوة الدخل تعرف أنه الفاتورة هذه أرسلت من الحل التقني هذا تمام تمام وهذا الباسورد الخاص باليوزر نيم هذا راح نشرح بالتفصيل لاحقا وكيف ممكن نقدر نستخدمه طيب لكن إحنا قلنا أنه السي اس آي دي يحتوي على شهادة سرتفكيت حترجع لنا من الزكاوة الدخل وين هذي الشهادة الشهادة هي البايناري سيكيوريتي توكن بعد من سويله دي كود باستخدام بايز 64 حتظهر لنا الشهادة بهذا الشكل هذه هي الشهادة اللي راح نستخرج منها التوقيع واللي راح نستخدمها في الفاتورة البايناري سيكيوريتي توكن بهذا الشكل بهذا الشكل راح نستخدمه كيوزر يوزر لما نسوي له دي كود باستخدام بايز 64 ويظهر لنا بهذا الشكل هذه هي الشهادة سرتفكيت ورح نستخدمها كشهادة تمام تمام راح نستخدم أو نستخرج منها معلومات ونضعها في الفاتورة طيب ايش فائدة الشهادة او كيف نقدر نستخدم الشهادة انا الى الان ما فهمت ايش الغرض من الشهادة شوف هو راح يتم اضافتها في الفاتورة كقيمة حتتحط في الفاتورة وراح يتم استخراج منها توقيع بعدين هذا حيتحط في ال QR كود وثالث شيء يتم عمل لها هاش في الفاتورة في اشياء اخرى حتستخرج منها زي مثلا المصدر لهذه الفاتورة او ال السريال نمبر الخاص بالشهادة وحتوضع ايضا في الفاتورة تمام OTP والزكاوي الدخل رجعت لنا عرفنا ايش هو الرج بالتفصيل كيف ممكن نستفيد منه صراحة باقي ما عرفنا كيف ممكن نستفيد منه بشكل كامل راح نعرف لاحقا ان شاء الله ولكن اخر خطوة وصلنا لها وهي الحصول على CSID هذا CSID هو او هي القيمة اللي رجعت لنا من الزكاوي الدخل لما ارسلنا CSR تمام تمام طيب الان سنبدأ في المربع التالي وهو يتحدث عن انشاء فاتورة XML وتشفيرها وتوقيعها ايوه طيب الان بدأنا في انشاء فاتورة XML طيب يقول لك هنا كيف نقوم بانشاء فاتورة XML الزكاوي الدخل قالوا لك انشاء فاتورة XML ولكن بمعايير معينة هذه المعايير تسمى UBL تمام طيب احنا من وين نجيب هذه المعايير ايش عرفنا احنا بالمعايير هذه اول مرة نسمع نسمع عنها من وين جت هذه المعايير طيب قامت الزكاوي الدخل بتزويد المطورين بملف يسمى SDK هما سووا ملف اسمه SDK حطوه في الموقع احنا صراحة ما رح نتعاون مع SDK ابدا بس ايش اللي همنا في SDK اللي همنا في SDK هي الامثلة الخاصة بفواتير XML الموجودة في SDK هما حطوا امثلة لفواتير XML السمبلفايد والستاندرد و كل انواع السمبلفايد تمام تمام احنا راح نشوفهم وراح نشوف كيف ممكن نسوي فواتير XML احنا راح نتعلم كيف نجيب SDK و نستخرج منه امثلة الفواتير وراح نعرف كيف ننشئ فواتير XML طيب انا من اجيب SDK الان وصلنا لتطبيق عملي على جلب وتحميل ملف SDK طيب راح نخش على الزكاو الدخل من ثم الفوتر الالكترونية بهذا الشكل بعد ذلك مطوروا الانظمة بهذا الشكل بعد ذلك بوابة مطوروا الانظمة الفوتر الالكترونية بهذا الشكل تمام ظهر لنا هنا خيار SDK راح نضغط عليه بهذا الشكل يطلب مننا تسجيل الدخول انا راح اسجل الدخول بهذا الشكل تمام من ثم نضغط عليه مرة اخرى عندك هنا الاصدارات وايش سووا في كل الاصدار تمام عندك هنا الاصدار الثاني الثالث ثلاثة دوت صفر دوت ثمانية وشرحوا لك ايش سووا وهو الى اخر عندك هنا الاصدار الاخير وشرحوا ايش سووا في الاصدار الاخير راح نيجي عند الاصدار الاخير من ثم تنزيل حزمة ادوات تطوير البرمجيات نضغط عليها بهذا الشكل تمام بدأت تتحمل انا صراحة حملت من قبل هذا هو الملف راح نستخرج الملفات اللي جواه بهذا الشكل من ثم نخش على هذا المجلد من ثم نخش على مجلد data من ثم samples من ثم راح تظهر لنا هنا الامثلة اذا تبغى امثلة فواتير standard عندك هنا الفواتير العادية الفواتير العادية اسمها invoice يعني فاتورة شرائية عادية وعندك هنا فواتير simplified اللي همنا هذول المجلدين تمام تمام طيب قال لك هنا بعد ما تحمل SDK حتفك الضغط تخش على المجلد هذا من ثم المجلد اللي اسمه data من ثم حتظهر لكم مجلدات بهذا الشكل تخش على المجلد اللي اسمه samples بعد ذلك حتحصل المجلدين المهمين اللي جواهما الامثلة الخاصة بفواتير Xml المجلد standard والمجلد simplified تمام تمام طيب خلونا نشوف الفواتير خلونا نشوف الامثلة تمام هذول هما المجلدين حنشوف الامثلة الخاصة بالstandard اول شي عندك هنا invoice اللي هي الفاتورة الشرائية العادية هذه فاتورة بدون اخطاء هذه اللي اسمها standard invoice اللي مكتوب هنا standard invoice error يعني فاتورة standard فيها مشكلة تمام فهم يعطونك الفواتير اللي فيها مشكلة والفواتير السليمة عشان تقدر تقارن تمام تمام طيب احنا راح نفتح الفاتورة هذه standard invoice تمام فتحناها بهذا الشكل هذه هي الفاتورة هذه هي الفاتورة تمام تمام صراحة شكلها يخوف صح شكلها يخوف لكن فعليا انا بوريك وين هي الفاتورة بالضبط تمام راح نمسح الاشياء زايدة وراح تشوف الفاتورة سهلة جدا بعد ما نمسح الاشياء الاخرى الاشياء الاخرى راح نشرحها ايضا راح نعرف ايش هي بالضبط وفي ايش تستخدم ولكن اول شي احنا نبغى نرتب الفاتورة نعرف وين بدايتها وين نهايتها شوف هذه هي الفاتورة بس مجرد مية وخمسين سطر تقريبا لكن هو على حسب الفاتورة هنا ما فيه منتج واحد الفاتورة ممكن يجي فيها مية منتج فبعدين الفاتورة حيكون مثلا طولها الف سطر او شيء من هذا القبيل فهذه فيها منتج واحد لذلك مش كبيرة جدا هنا المعطيات الخاصة بالفاتورة تمام في هذا الفيديو انا ما رح اشرح التاقات وما رح اشرح اي شيء يخص هذه الفاتورة يعني هذه القيمة انا ما رح اشرحها UUID انا ما رح اشرحه ال Issue Date انا ما رح اشرحه Issue Time انا ما رح اشرحه انا بشرح لك بشكل عام كذا هذه معلومات الفاتورة عندك هنا الرقم اذا كانت Standard او Simplified وعندك هنا اذا كانت Credit او Jibit او عادية تمام هنا تحط UUID وهو الاخر هنا رقم الفاتورة عندك هنا العجاج الخاص بالفاتورة هذا Tag لازم تحطه بهذا الشكل حنعتبره من التاقات اللي ما نهتم فيها حاليا عندك هنا هذا التاق هو الخاص بالsupplier اللي هو البائع نحط هنا معلومات البائع موقعه رقمه الضريبي اسمه عندك هنا CRN اعتقد انه commercial registration number اللي هو رقم السجل التجاري يعني هنا معلومات البائع هنا معلومات العميل هذه standard هي من شركة الى شركة او من مؤسسة الى مؤسسة لذلك فرح نحط معلومات المؤسسة اللي رح تروح لها الفاتورة تمام عندك هنا customer customer رح نحط هنا معلومات العميل عندك هنا الموقع وعندك هنا الرقم الخاص فيه وهذا الاسم المسجل تمام الخاص بالعميل عندك هنا delivery date وهنا حاطين تاريخ عندك هنا payment means وحاطين هنا رقم يعني اذا كانت كاش مثلا عملية الجفع كاش عشرة اذا كانت مثلا باستخدام credit card حتكون رقم اخر وهو الى اخر عندك هنا الخصم على الفاتورة كم فيه خصم على الفاتورة عندك هنا الصفر تمام تمام طيب عندك هنا tax total مجموعة الضريبة في الفاتورة عندك هنا منتج باقي ما وصلنا المنتج استعجلت شوي عشان اوريك من وين جت الضريبة لكن خلنا نكمل بهذا الشكل طيب عندك هنا tax total هنا معلومات الضريبة هذه هي الضريبة عندك هنا taxable amount يعني المبلغ اللي خاضع للضريبة اللي حيستخرج من الضريبة 4 ريال اللي هو قيمة المنتج تمام 4 ريال مضروبا في 0.15 بهذا الشكل يطلع لك 60 هللة بهذا الشكل أو 6 من 10 طيب هذا الخاص بالضرائب عندك هنا الخاص بال مجموعة الفاتورة عندك هنا مجموعة الفاتورة بدون الضريبة عندك هنا مجموعة الفاتورة مع الضريبة عندك هنا مجموعة الخصم عندك هنا السعر المدفوع أو المبلغ المدفوع عفوا وعندك هنا المبلغ اللي المفروض يندفع لهذه الفاتورة وهو إجمالي المبلغ 4 ريال 8 منتج و 60 هللة الضريبة طيب عندنا آخر تاغ اللي هو line invoice أو invoice line عفوا هذا تاغ المنتج إذا عندي منتج آخر يكون عندي تاغ بهذا الشكل invoice line منتج ثالث يكون عندي تاغ بهذا الشكل invoice line وهو إلى آخره تمام تمام تكون فيه معلومات المنتج باختصار عندك هنا قلم رصاص عندك هنا الرقم يعني الـ الـ الخاص بالمنتج الترتيب مثلا المنتج الأول إذا عندي منتج آخر يكون مثلا رقم اثنين أو شي زي كذا عندنا هنا الـ quantity هو طلب حبتين من هذا المنتج تمام هذا إجمالي السعر للمنتجات اللي هو اشتراها عندك هنا price الخاص بالمنتج يعني الوحدة الواحدة الحبة بريالين هو طلب حبتين إذن الإجمالي 4 ريال وبعدها حسب الضريبة طلعت 60 هللا زائج 4 ريال فالإجمالي 64 هللا عندك هنا percent اللي هي ضريبة هذا المنتج تمام تقدر تحطها صفر يعني هذا المنتج ما عليه ضريبة وتغير رمز الخاص بالضريبة وإلى آخره ولكن هذا ما رح نتطرق له الآن تمام تمام هذا مش في هذا الفيديو طيب افهمنا موضوع الفاتورة هذه هي الفاتورة باختصار طيب يا محمد إيش الشكل المرعب هذا اللي كان موجود أول شيء الشكل المرعب هذا أنا رح أفكك منه كامل هذا رح تزيله من دماغك كل ولا رح تتعامل معه أبدا هذا وهذا وهذا الجزء ثواني هذا الجزء هذا الجزء وهذا الجزء يعني الأجزاء المرعبة أنا رح أشيلها من دماغك وإن شاء الله ما رح تتعامل مع هذه الأجزاء أبدا تمام تمام طيب كيف ما رح أتعامل مع هذه الأجزاء أنا أنا بديك حل يسهل عليك كل حاجة هو اللي يشفر هو اللي يوقع هو اللي يدخل الشهادة هو حتى اللي يسوي لك ال 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 هو اللي يسوي لك كل شيء أنت ما عليك إلا تعبي بيانات الباعع بيانات العميل فاتورتك بيانات فاتورتك وبيانات المنتجات بس والإجمالي وغير هذه الأمور وأيضا الضريبة وغيرها تمام وبرضو معلومات الفاتورة بهذا الشكل والعداد أما بالنسبة لهذه الجزئية وهذه الجزئية اللي هو ال UBL Extensions هذا الكود المرعب أنا راح أديك حل بحيث أنه أنت تريح دماغك كليا وما تتعامل معه أبدا تمام تمام طيب الآن إحنا شفنا أمثلة على الفواتير وشفنا مثال على فاتورة Standard وشفنا الأمثلة Simplified والStandard شفنا مجلجاتهم وتقدر تخش على كل واحد منهم وتتفرج عليهم تمام تمام طيب الآن راح نتحجث عن إنشاء فاتورة عملية إنشاء فاتورة تنقسم لقسمين القسمة الأول تعبئة الفاتورة بالبيانات الخاصة بالبائع والعميل والمنتجات وبيانات الفاتورة اللي تم إصدارها يعني رقم الفاتورة والUUID وهذه الأمور هذا هو القسم الأول تمام تمام وهذا صراحة أسهل قسم يعني بمجرد أنك تحط اسم البائع مثلا متجر محمد المالكي رقم الفاتورة 25 مثلا العميل اسمه مثلا أحمد تحط مثلا المنتجات اللي اشتراها هذا العميل وهو إلى آخر تمام تمام طيب الجزء الثاني هو يتحدث عن التشفير وتوقيع الفاتورة يعني موضوع الهاش وموضوع التوقيع وموضوع التشفير وو إلى آخر طيب تشفير وتوقيع الفاتورة هو برضو تحت عدة أقسام مهمة جدا القسم الأول عام الهاش لمعلومات الفاتورة كاملة وإضافتها في الفاتورة توقيع الهاش وإضافة الشهادة عام الهاش للشهادة تعبئة تاغ signed properties عمل هاش للتاغ signed properties وإنشاء الQR code هذه هي عمليات التشفير والتوقيع في الفاتورة هذه هي العمليات كلها طيب خلونا نبدأ بمثال عملي على تعبئة الفاتورة بالبيانات الخاصة بالبائع والعميل والفاتورة اللي تم إصدارها يعني رقم الفاتورة والUUID وإلى آخره طيب كيف ممكن أني أعب بهذه الفاتورة ببساطة أنت راح تقرأ عن كل تاغ في مستنجات الزكاوي الدخل هم شارحين كل التاغات والمتطلبات والأشياء المطلوبة لكل تاغ وإيش وظيفة كل تاغ وبرضو إيش هي يعني هل هو مطلوب أو هل هو اختياري أو هل هو زي ما تقول مشروع تمام تمام إحنا راح نعبي الفاتورة بهذا الشكل راح نخليها بيانات هذه الفاتورة بهذا الشكل عندك هنا UUID تحط هنا UUID اللي ما يعرف كيف يجيب UUID ببساطة تقدر تسوي UUID عن طريق البيثن UUID UUID dot UUID for مثلا بهذا الشكل خلص هذا هو UUID ننسخه بهذا الشكل ونحطه هنا ما عليش ما انتسخ لأني قفلت ال-ID اللي ولكن مش مشكلة حنكمل بهذا UUID طيب حخلي البيانات بهذا الشكل حغير بيانات البائع باعتبار أنه أنا البائع لأنه إذا أنا ما غيرت بيانات البائع راح يرفض النظام لما أرسلها لأنه الشهادة ما فيها الرقم الضريبي هذا الشهادة فيها الرقم الضريبي الخاص فيني أنا وفيها الاسم الخاص فيني أنا تمام تمام لذلك تحط هنا بيانات البائع مثلا رقم الضريبي مثلا نفترض انه هذا الرقم الضريبي الخاص فيني والاسم مثلا متجر وخلنا نقول محمد المالكي بهذا الشكل store مثلا وهنا بيانات العميل انا ما راح اغيرها بخليها بهذا الشكل انا ديك هنا delivery انا ما راح اغيره انت تغيروا او تحط هنا تاريخ delivery الخاص بالفاتورة وتضع هنا بيانات او عملية الجفع او رمز عملية الجفع عندك هنا الخصم تعبي هنا ايضا الخصم وهو الى اخره انا ما راح اغير شيء وكأنه انا اللي اصجرت هذه الفاتورة وكأنه انا اللي اصجرت هذه الفاتورة تمام الان احنا عبينا هذه الفاتورة اللي راح اغيره بس هو الرقم الضريبي بحط الرقم الضريبي حقي تمام تمام طيب تمام انا حطيت الرقم الضريبي الخاص فيني كل شيء تمام 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 طيب الان نعتبر انحنا عبينا الفاتورة وكأنه انا اصجرت هذه الفاتورة والان تبقت لدينا الخطوة الثانية ايش هي الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الثانية هي التشفير والتوقيع الخطوة الاولى خلاص خلصناها عبينا الفاتورة اه حطينا بيانات البائع اللي هو انا حطيت الرقم الضريبي الخاص فيني والاسم وهو الاخرى الان حنبدأ بعملية تشفير وتوقيع الفاتورة انا ايش قلت لك من قبل انا قلت لك انه التاقات المعقدة والاشياء المرعبة حاشيلها من دماغك ليه؟ لاني جايب لك ادعى؟ ايش وضيعك طريفتها؟ بمجرج انك تحط الملف متعبي تضغط انتر خلص هذه الاجاة هتوقع تشفر تعبي كل حاجة وتطلع لك الفاتورة خلص انت ما عليك الا ترسلها بس طيب من وين نجيب هذه الاجاة؟ توصل معي على الواتساب هذا الرقمي تسعة ستة ستة خمسة خمسة ثلاث ستة هذه الاجاة تنوي هي مجفوعة ولكن بسعر رمزي وبسيط جداً حطيته تقديراً للجهد وبرضو حطيت خمسين بالمئة خصم لأول عشرة مشترين لهذه الاجاة طيب سعر هذه الاجاة راح يكون بسيط جداً وأيضاً خمسين بالمئة خصم على سعر هذه الاجاة لأول عشرة مشترين تمام؟ تمام طيب أنا مثلاً شركة تقنية تمام؟ شركة تقنية هل الاجاة الواحدة ما أقدر أستخدمها إلا في برنامج واحد وبس؟ من ثم أشتري اجاة ثانية وأستخدمها في البرنامج الثاني؟ لا أشتري الاجاة مرة واحدة انسخها في جميع برامجك وبالتوفيق لو عندك ألف برنامج لو عندك ألف عميل لو عندك مئة ألف عميل مش مشكلة أهم شيء أو الشيء الممنوع بالنسبة لي أنه ما تأخذ هذه الاجاة وتنشرها أنت أو أنت مثلاً شركة أو عندك برامج أو عملاء وأخذت هذه الاجاة وعطيتها شخص أخر أو شركة أخرى تمام؟ تمام طيب توصل مني على الواتساب بخصوص هذه الاجاة وإن شاء الله راح تحصل عليها بسعر مناسب جداً هذه الاجاة بسيطة جداً وهي راح تسوي جميع العمل المطلوب منها بسهولة تامة وبالسرعة بسرعة الضوء أرحيم بأمرك طيب الآن لدينا مثال عملي وهذه هي الفاتورة اللي راح نسوي لها تشفير وتوقيع تمام؟ هذه هي الفاتورة عادي تقدر تحذف الأشياء الموجودة هنا بهذا الشكل هذا بالنسبة للشهادة تقدر تحذفها عادي تقدر تحذف الأشياء هذي بهذا الشكل لأن الأجاة نفسها هي حتعبي يعني مثال issue or name الخاص بالشهادة الأجاة نفسها هي اللي هتحطه والserial number وهو إلى آخره طيب بالنسبة لل qr code برضو تقدر تحذفه يعني بالنسبة لل qr code أو إذا ما حذفت هي راح تبجل كل شيء وهي راح تضبط كل حاجة طيب الآن هذه هي الأجاة الآن كيف نستعمل هذه الأجاة؟ كيف نشغل هذه الأجاة؟ عشان توقع الفاتورة وتشفرها وهي تضبط كل حاجة هذه الأجاة تعمل عن طريق cmd نكتب هنا cmd بهذا الشكل لما تحط الأجاة بهذا الشكل enter هتطلب منك أنه تدخل username تمام؟ طيب كيف أستخدم هذه الأجاة؟ تكتب اسمها space من ثم help بهذا الشكل هي راح تعطيك الأوامر وإيش يأخذ الأمر وإيش يسوي تمام؟ تمام طيب عندنا الأمر الأول هو أمر user وعندنا الثاني أمر password ال user وال password هذول حتأخذهم من عندي أنا أنا لما أسوي لك الأجاة هسوي لك username و password تمام؟ تمام your invoice as xml هذه الفاتورة اللي أنت بتوقعها اللي هي هذه تمام؟ عندك هنا certificate بتحط certificate ملف certificate من ثم ملف public key من ثم ملف private key تمام؟ من ثم تحط أمر output من ثم تضع مسار حفظ الفاتورة النهائية الفاتورة الموقعة تمام؟ تمام طيب أول حاجة رح نجيب ال private key وال public key ال private key وال public key وال certificate رح أنسخهم بهذا الشكل وأضعهم في نفس المجلد تمام؟ بهذا الشكل أنت عادي ما يحتاج تضاعهم في نفس المجلد تقدر تحط المسار ولكن أنا فقط أبغى أحط الاسم وعلى طول هو يشتغل تمام؟ تمام طيب إيش ثاني؟ الآن أنا كيف جبت السرتيفكيت؟ كيف جبت الشهادة هذه السرتيفكيت؟ من وين جبتها؟ طيب تتذكر لما قلنا أنه ال binary security token لما نسوي لها decode باستخدام ال base 64 رح يظهر لنا نص بهذا الشكل هذه هي الشهادة باختصار هذه هي السرتيفكيت تمام؟ تمام طيب خذ النص هذا اللي بلبى نفسجي بهذا الشكل كامل اللي جاك من من رجل زكاة والدخل وروح الموقع اللي يسوي decode عن طريق base 64 ورح تظهر لك الشهادة تمام؟ تمام أنا نسخت الشهادة وحطيتها في ملف نصي بهذا الشكل هي شهادة طويلة تمام؟ وحطيتها في ملف نصي بهذا الشكل طيب طيب الآن راح نبدأ نشتغل راح نكتب اسم الأدعى من ثم space جاش user على ما تناقص user من ثم اليوزر اللي انت حتى أخذه أو اليوزر الخاص فيك من ثم password تمام؟ من ثم space من ثم نضع your invoice as xml وراح نضع اسم الفاتورة بهذا الشكل تمام؟ من ثم space من ثم نضع certificate تمام؟ هذا هو ملف certificate نضع فقط اسماء الملفات بهذا الشكل طيب ال public key نضع ال public key نضع ال public key بهذا الشكل من ثم space من ثم ال private key تمام؟ تمام طيب أخر حاجة الي هي ال output وين بتحفظ الفاتورة النهائية والموقعة؟ أنا بحفظها في نفس المسار فاكتب اسمها محمد .xml بس هذا كل شيء انتر خلاص لا طلع لنا خطأ you have to add your private key ايه صح ما ما اضفنا ال private key معلش أنا اسف هذه غلطة مني طيب ال private key اه ايه ما حطينا هنا اه امر ال private key تمام؟ تمام طيب اه يوزر من ثم ال user name من ثم ال password من ثم ال password من ثم your invoice as xml الفاتورة اللي انت بغى توقعها من ثم ال certificate من ثم مكان ال certificate من ثم dash public key من ثم مسار ال public key من ثم dash private key من ثم مسار ال private key من ثم output من ثم اسم الفاتورة enter خلص done خلص فعليا هي خلص توقعت هذه هي منظما مضبط كل امورك في السليم خلص هذه هي موقعا مضبط كل امورك تمام تمام عندك هنا حتى ال qr هذا هو كل امورك تمام 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 الأداء عشان تحصل عليها توصل معي عن طريق ال واتساب حتحصل رقمي في اسفل الفيديو وايضا في خلال الفيديو ايش سوت الأداء شفرت وقعت خلصت كل شيء ورتبت لي الفاتورة هذه هي خلص فعليا ما باقي لي الا اأخذها وارسلها للزكاة والدخل طيب خلصنا من المثال العملي الخاص بالتوقيع والتشفير باستخدام الأداء الأداء المفيدة جدا هذه رح توفر عليك وقت وجهد ووجع راس مو طبيعي أمر واحد خلصت بسرعة الضوء طيب الآن نبغى نعرف احنا وين وصلنا وايش باقي لنا الآن وصلنا لعملية إرسال الفواتير الـ xml الى الزكاة والدخل ايوه كيف نسوي هذه العملية انا بشرح لك اول حاجة نحتاج انه نجيب كود الإرسال إرسال الفواتير كيف نجيبه حنسوي مثال عملي على جلب أكواد الإرسال للفواتير حنخش على موقع الزكاة والدخل بهذا الشكل من ثم الفوتر الإلكتروني بعد ذلك مطور الأنظمة من ثم بوابة مطور الأنظمة الفوتر الإلكترونية طيب حنفتح الـ API بهذا الشكل نسوي تسجيل دخول تمام طريقة جلب الأوامر الخاصة بالإرسال هي نفس طريقة جلب الأمر الخاص بإرسال CSR أو عندك هنا أمر المشاركة مشاركة الفواتير ريبورتينغ وأمر الاعتماج اللي هو Clearance طيب راح نجلب أمر المشاركة وأمر الاعتماد كيف نسوي هذه العملية؟ أول حاجة نروح عند الـ Authorize من ثم نسوي تسجيل دخول هنا نحط الـ Username والـ Password إيش هو الـ Username والـ Password؟ الـ Username هو والـ Binary Security Token نحطه هنا والـ Password هو السيكرت طيب من وين جاء هذولا؟ هذولا في السانج بوكس هم موجودين هنا هم معطينك Binary Security Token وهم معطينك السيكرت تمام؟ عشان أنت فقط للتجربة تسجل عن طريقهم وتجرب أنت لا تجيب الـ Binary Security Token الخاص فيك ولا تجيب السيكرت الخاص فيك ولا تسجل عن طريق السانج بوكس إحنا راح نعرف بعدين كيف نسجل عن طريق الكود طيب كيف نجيب الكود؟ نسوي try it out من ثم Execute مطلقا طيب ظهر لنا الأمر الخاص بإرسال الفاتورة عن طريق أو باستخدام CURL نفس الطريقة راح نروح لCURL Converter ونحول هالكود اللي احنا نبغاه طيب خشينا على جوجل CURL Converter من ثم بحث بهذا الشكل من ثم نخش على الموقع نأخذ الأمر كاملا بهذا الشكل كامل من ثم نضعه هنا من ثم نختار اللغة اللي احنا نبغى يتحول CURL إليها مثلا جابا مثلا جابا بهذا الشكل خلص هذا هو الأمر هذا هو أمر الإرسال ولكن أنا صراحة أستخدم بايثن فراح أستخدم بايثن وباستخدام مكتبة requests بهذا الشكل خلص هذا هو أمر إرسال الفاتورة هذا أمر المشاركة هذا أمر المشاركة طيب تمام أنا وضعت الأمر بهذا الشكل آآ راح أضع فاصل بهذا الشكل عشان نضع تاحت اللي هو أمر عدد المشيطان رجيم أمر الاعتماد أو الـ Clearance اللي هو هذا نسجل بـ السيكريت توكن أو السيكريت توكن عفوا و السيكريت اللي هم معطينا إياح الأمثلة هذه فقط السانج بوكس للتجربة انت لا تجيب الـ Binary Security Token ولا تجيب السيكريت ولا تجيب حاجة هنا في السانج بوكس فقط فأجت السانج بوكس تجربة تفهم الفكرة وتجيب منها الأكواد طيب حنجيب الكود هذا من ثم نمسح الكود الأول من ثم نضع الكود الثاني نص الطريقة Python أو تختار اللغة اللي أنت تبغى تحول الأمر إليها طيب عندنا هنا أمر المشاركة أنا أكتب فوق هنا المشاركة تمام وثم عندك هنا الاعتمال بهذا الشكل طيب الآن الآن ركز معي لأنه في شرح مهم جداً وهو عن طريقة التسجيل زي ما سوينا في السانج بوكس أخذنا الـ Binary Security Token وحطيناه في اليوزر وأخذنا السيكريت حطيناه كباسورد الآن بشرح لك كيف تسوي عملية تسجيل هذه ولكن عن طريق الكود فركز معي طيب عندنا هنا أمر المشاركة هذا هو أمر المشاركة أمر جميل جداً واضح جداً هذا هو قدامنا قدرنا نجيبه تمام؟ تمام طيب عندنا هنا أمر الاعتماد هذا هو أمر الاعتماد صراحة ما في بينهم فرق إلا تقريباً في الرابط عندك هنا reporting والثاني clearance تقريباً هذا هو الفرق والفرق يكون في الفاتورة نفسها تمام؟ في الفاتورة نفسها حتى الفرق بين الـ Standard والـ Simplified مش فرق كبير بالنسبة للفاتورة تمام؟ تمام، طيب الآن إيش اللي المفروض أنحنا نعرفه؟ راح نجيب الـ Headers وراح أشرح لك شيء مهم جداً هنا إيش هو هذا اللي بالأحمر؟ شوف إيش مكتوب عندك هنا؟ Authorization تمام؟ Authorization يعني أنه هذه الخانة الخانة الخاصة بتسجيل الدخول أو التسجيل تمام؟ تمام، طيب إيش هذا الأحمر كله؟ هو صراحة طويل جداً وكبير، ولكن أنا صغرته عشان نقدر نشرحه، تمام؟ تمام، طيب، هذا هو عبارة عن عدة أشياء، الشيء الأول كلمة basic، من ثم space، من ثم binary security token، من ثم نقطتين فوق بعض، بعج الـ binary security token، ما بينهم مسافات، لا، الـ binary security token، بعج النقطتين فوق بعض على طول، بعج السيكرت، تمام؟ تمام، ولكن، الثلاثة أشياء الأخيرة، الثلاثة أشياء الأخيرة، الـ binary security token، والنقطتين، والـ secret، بعد ما تجمعهم مع بعض، تسوي لهم ENCODE باستخدام بايز 64، تمام؟ تمام، هذا بالنسبة للـ headers، تمام؟ هذه الجزئية، الآن ننتقل لهذه الجزئية، اللي هي بيانات الفاتورة، والفاتورة، تمام؟ تمام، طيب، بالنسبة لبيانات الفاتورة، عندنا هنا أول شيء، invoice hash، invoice hash، إيش هو هذا؟ هذا الـ hash الخاص بالمعلومات اللي في الفاتورة، أنا أوريك إياها الحين، حنرجع للأجاة، زي جسيجنر، المجلد اللي فيها الأجاة، من ثم هذه هي الفاتورة النهائية، تمام؟ المتوقعة، هذا هو الـ hash، هذا هو الـ hash، الخاص بالفاتورة، تمام؟ تمام، هذا راح أأخذ وأحط هناك، بحطه هنا، تمام؟ تمام، طيب، الشيء الثاني، الـ UUID، إيش هو الـ UUID؟ هذا الـ UUID الخاص بالفاتورة، طيب، وين أحصله؟ حتحصله في الفاتورة نفسها، حتحصله في الفاتورة نفسها، بوريك إياه، رجعنا للفاتورة، ننزل، 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 هذا هو الـ UUID، تمام؟ تمام، الـ UUID، تضع هنا، تمام؟ تمام، طيب، آخر حاجة وأهم شيء، هنا نحط الفاتورة، أيوة، كيف يعني نحط الفاتورة هنا؟ كيف بنحطها؟ أنا أوريك، نروح للفاتورة، الـ XML بهذا الشكل، ونأخذها كاملة، كلها، كلها كاملة، تمام؟ تمام، طيب، بعد ذلك، نروح لـ Google، من ثم نكتب بيز 64 include، من ثم نبحث بهذا الشكل، من ثم نخش على الموقع هذا، من ثم نحط الفاتورة، هذه هي الفاتورة كاملة، تمام؟ تمام، راح نسوي لها include، أيوة، هذه هي الفاتورة include using base 64، سوينا لها include باستخدام base 64، هذه هي الفاتورة كاملة، تمام؟ تمام، حنحطها في مكان الـ invoice بهذا الشكل، تمام؟ مسحنا الـ invoice السابقة، الآن راح نضع الفاتورة الخاصة فينا، خلص، خلص، وضعنا هنا الفاتورة، وأمورنا تمام، حنضع هنا الـ invoice hash الخاص بهذه الفاتورة، عشان نجهز الأمر، يكون خلاص، ما باقي إلا نرسل، الآن كيف صار الكود كبير كذا؟ شوف، المحرر اللي أنا أستخدمه، أول شيء حط الكود طويل إلى اليمين، بعدين وزعوا كذا في الصفحة، لما رحنا ورجعنا، تمام؟ تمام، طيب الـ u-u-id، راح أضع الـ u-u-id اللي في الفاتورة، هذا هو، بهذا الشكل، copy، نثم، paste، هنا، تمام؟ تمام، سوينا كل حاجة، أنا سويت إخفاء للـ data هنا، فقط، هذا كل اللي سويته، طيب، باقي عندنا، نعبي الـ authorization، أو نسوي، الكود اللي راح نسوي عن طريقه تسجيل، تمام؟ تمام، طيب، راح أشرح لك هنا، إيش تسوي بالضبط، هنا تحط الـ Binary Security Token، بهذا الشكل، تمام؟ مش، مش، مش النص، مش الاسم حقه Binary Security Token، لا تأخذ هو نفسه Binary Security Token، بس أنا أبغى أشرح لك عن طريق النص عشان يكون كل شي واضح، من ثم النقطتين فوق بعض، بهذا الشكل، من ثم، السيكرت، تمام؟ تمام، من ثم تأخذهم كلهم على بعض، كابي، وتسوي لهم إنكود، راح نخش على الموقع، وتسوي لهم إنكود بهذا الشكل، من ثم إنكود، وتأخذ الكود الخاص فيك، من ثم تحط بعض كلمة basic، تترك مسافة، من ثم تحط الكود، ولكن مش هذا هو الكود، لا أنا، عطيتك الفكرة عن طريق الأسماء الخاصة فيهم، الآن راح نأخذ الـ Binary Security Token، والسيكرت، وراح نطبق هذه العملية، طيب اللي باقي لنا نسويه، قلنا إنحنا هنا أضفنا الفاتورة، حطينا الـ UID الخاص بالفاتورة، حطينا الـ Invoice Hash، اللي باقي لنا هو الـ Authorization، ولكن في شيء آخر هنا أبغى أتكلم عنه، غير الـ Authorization، اللي هو Accept Language، عندك هنا En يعني English، تمام؟ لو تحط AR يعني عربي، إيش الفرق بين En و Er؟ Er يرجع لك الأخطاء باللغة العربية، ويرجع لك الرج باللغة العربية، En يرجع لك الرج والأخطاء باللغة الإنجليزية، تمام؟ تمام، خليك على En يكون أفضل، لأنه العربي يعني تعرف لما يتداخل مع اللغة الإنجليزية، تتلخبط النصوص وهو إلى آخره، طيب، الآن إيش باقي لنا؟ اللي باقي لنا هو إنحنا نحط الـ Authorization، ونحط هنا الـ Binary Security Token، من ثم نقطتين فوق بعض، من ثم السيكرت، IN CODED باستخدام بيز 64 طيب، كيف نسوي هذه العملية؟ رح نروح للCsid الخاص فينا اللي إحنا طلعناه عم طريق إرسالudi GEsr إلى الزكاة و الدخل، من ثم نأخذب Binary Security Token كامل بهذا الشكل copy تمام نضع بهذا الشكل من ثم نقطتين فوق بعض بهذا الشكل من ثم نضع هنا secret هذا هو secret بهذا الشكل سوي له copy من ثم نضع هنا بهذا الشكل عفوا أنا سويت copy paste هنا بهذا الشكل طيب هذا هو الكود الخاص فينا الخاص بالauthorization راح نأخذ copy بهذا الشكل من ثم راح نسوي له encode باستخدام base 64 تمام نسوي له copy كامل بهذا الشكل من ثم نروح لموقعنا نختار encode من ثم نضع هنا الكود الخاص فينا نسوي له encode بهذا الشكل من ثم ننسخ النتيجة طيب الآن هذا هو الكود الخاص بالauthorization بهذا الشكل راح نأخذ راح نأخذ ونضع بعد كلمة basic بعد كلمة basic يكون في space من ثم بعد ذلك الكود الخاص بالauthorization تمام تمام طيب الآن خلصنا من الهجرز خلصنا من الجاتا الفاتورة باقي عندنا هنا أمر البوست عملية البوست عملية إرسال الفاتورة الآن إحنا وين حنرسل الفاتورة إحنا ما راح نرسل الفاتورة على هذا الرابط هذا الرابط خاص بالسانج بوكس تمام مكتوب عندك هنا developer portal هو خاص بالسانج بوكس السانج بوكس ما راح يعطيك نتيجة لذلك إحنا راح نجيب رابط هذا الرابط هو الرابط الخاص بمحاكم منصة فاتورة تمام تمام طيب زي ما قلنا نروح لملف الAPI الخاص بفاتورة نروح عند السيميوليشن وعندنا هنا تقريبا خمسة رابط نعم خمسة رابط عندنا رابط للريبورتينج رابط للكليرانس وعندنا هنا رابط لجلب السي اس آي دي وعندنا هنا رابط لجلب السي اس آي دي النهائي تمام تمام إحنا راح نستخدم هذا الرابط اللي هو يقول لك هنا run compliance checks for reporting and clearance راح نأخذ هذا الرابط طيب ليه أخذنا هذا الرابط ليه ما أخذنا رابط الكليرانس النهائي هذا ليه أخذنا هذا أنا بشرح لك ليه أخذنا هذا ولكن بعد ما نحط الرابط هنا بهذا الشكل شوف أنت لما حطيت في السي اس آر الخاص فيك التايتل أو الرقم اللي يرمز لأنواع الفواتير اللي أنت حترسلها بهذا الشكل أنت في هذه الحالة حججت أنواع الفواتير اللي أنت حترسلها أنت لما حطيت ألف يعني أنت حترسل فواتير standard تمام تمام لما حطيت صفر ومئة أنت في هذا الحالة حترسل simplified لما حطيت ألف ومئة أنت في هذا الحالة النظام الخاص فيك حيرسل standard و simplified تمام تمام طيب لكن قالوا لك الزكاوي الدخل أنه إحنا ما رح نسجل النظام أو الحل التقني الخاص فيك إلا بعد ما يرسل عجد الفواتير أو بعد ما يرسل جميع الفواتير أو أمثلة على جميع الفواتير اللي هو اختارها مثلا أنت اخترت ألف في CSR لازم ترسل فاتورة standard عادية من ثم standard credit من ثم standard debit بعد ذلك حيعطونك ال-CSID النهائي تمام تمام نفس الموضوع إذا أنت حطيت صفر من ثم مئة لازم ترسل simplified لازم ترسل simplified credit لازم ترسل simplified debit كأمثلة تمام فواتير عشان يتأكدون أن النظام تمام هذا النظام يرسل فواتير صحيحة بعد ذلك هم حيعطونك ال-CSID النهائي طيب بالنسبة لـ 1100 إذا أنا اخترت 1100 يعني أن النظام حيرسل standard و-simplified إيش أرسل في هذه الحالة يجب علي إرسال standard و-standard credit ومثال على standard debit ومثال على simplified عاجية من ثم simplified credit من ثم simplified debit يعني 6 فواتير إذا أنا اخترت simplified فقط فقط هيرسل ثلاثة وإذا أنا اخترت standard فقط هيرسل ثلاثة تمام تمام إحنا في حالة نخترنا الستة لذلك هنرسل 6 فواتير عشان كذا احنا اخترنا هذا الرابط هذا الرابط حقي إيش بالضبط هذا الرابط هو اللي سوي check اللي يتحقق من الفواتير اللي أنت أرسلتها إذا كانت صحيحة أو لا عشان بعدين تقدر تأخذ CSID النهائي عن طريق هذا الرابط تمام تمام لذلك أنت ما رح ترسل الفواتير على هذا الرابط لأنه هذا الرابط خاص بإرسال الفواتير اللي راح تنحسب فهمت علي اللي راح تنحسب وتنحسب ضريبتها وكأنها فواتير حقيقية أنت الآن جالس ترسل الفواتير أمثلة عشان بس يتأكدون أنه النظام أو الحل التقني الخاص فيك طبق جميع الاشتراطات ويعطونك CSID النهائي تمام تمام عشان كذا اخترنا هذا الرابط معلش أنا أعتذر من الجميع ولكن مداخلة بسيطة حتقطع الشرح نوعا ما شوف الرابط هذا اللي احنا أخذناه من ملف فاتورة أو اللي يشرح منصة فاتورة ما يشتغل عندي أو لما أرسل الفواتير ما يخزنها وبعد ما أقوم بإرسال جميع الفواتير وأطلب وطلب السي س عيجي النهائي ما يعطيني إياه أو يقول أنه أنت باقي ما أرسلت الفواتير اللي عليك لذلك هذا الرابط كأنه رابط فقط يتحقق إذا كانت الفاتورة تمام ولا لا والله أعلم ولكن هذا الرابط اللي اشتغل عندي شكرا الجميع وأكمل الشرح طيب الآن إحنا خلصنا من الروابط اللي إحنا راح نرسل عليها وحطينا هنا الأجاتة الفاتورة وخلصنا من الهجز الآن راح نشغل الكود بسم الله الرحمن الرحيم تمام عطانا الرج طيب إيش هو هذا الرج أنا بوري هي وراح نشوف هذا الرج إيش قال ولكن أول شي لازم نرتب صراحة الواحد مو عارف من وين يبدأ طيب هذه اللست الأولى وعندك هنا تمام تمام تبع هذا طيب برضو عندك هنا type info هنقسمهم كده برضو طيب هذي هي الرسالة هذي هي الرسالة اللي همنا في هذي الرسالة هو ايش صار على فاتورتنا اللي احنا ارسلناه قال لك هنا message قال لك هنا complied with UBL كده 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 يعني انه الفاتورة متوافقة مع جميع اشتراطات ال UBL و الى اخره قال لك هنا حالة الفاتورة pass يعني عبارة يعني تم قبولها تمام تمام ايضا هنا عطاك نفس الموضوع pass وعطاك هنا cleared لان احنا ارسلنا standard ال clearance هو standard لذلك لما انت ترسل فاتورة ويتم قبولها يقول لك هنا cleared اذا انت ارسلت simplified simplified يخص ال reporting او المشاركة لذلك هيحط هنا reported اذا انت ارسلت simplified تمام تمام اذا في هذه الحالة احنا خلصنا من الفاتورة الاولى اللي هي standard وباقي لنا خمس فواتير اللي باقي لنا هو standard credit standard debit simplified simplified credit simplified debit هذه خلاص انتهينا منها طيب اول شي نبغى نعرف احنا وين وصلنا ويش خلصنا احنا لازلنا في هذا المربع اللي هو الخاص بارسال عجج من الفواتير حسب نوع الشهادة تمام تمام طيب زي ما ذكرنا لكل رقم نوع معين من الفواتير وانت لازم ترسل لهم امثلة على هذه الفواتير اللي انت اخترتها عشان يقبلون الحل التقاني ويعطونك CSID نهائي طيب الان احنا ايش بنسوي راح نرسل الست فواتير كاملة عشان نطبق جميع الاشتراطات ونحصل على CSID النهائي طيب كيف نسوي هذه العملية بنروح للSDK تمام اول شي حنحط هنا مجلد اسمه مثلا الفواتير تمام طيب حنروح للData Samples احنا خلصنا اول فاتورة اللي هي standard لذلك باقي لنا debit برضو standard حناخذ اللي ما فيها اخطاء تمام بدون error بهذا الشكل ونضعها في المجلد بهذا الشكل من ثم نرجع ونستخرج جميع الفواتير اللي احنا نحتاجها باقي عندنا credit standard بدون اخطاء بهذا الشكل وراح نضعها هنا تمام طيب الآن حنبدأ نجيب السيمبليفايد نجيب اول فاتورة السيمبليفايد بهذا الشكل النسخ ونضعها هنا بهذا الشكل بعد ذلك السيمبليفايد ديبث بهذا الشكل بعد ذلك credit بهذا الشكل طيب عندنا الآن خمس فواتير هذه هي الفواتير اللي راح نرسلها حنبدأ به standard debits بهذا الشكل اللي راح نغيره هو الرقم الضريبي راح نحط الرقم الضريبي الخاص فينا والاسم الخاص فينا ومعلوماتنا بس لأنه هذه عبارة عن أمثلة مش فواتير حقيقية بس نبغى نخلي الزكاة والدخل يعرفون أنه النظام الخاص فينا خلاص طبق جميع الاشتراطات وكل شيء تمام طيب احنا راح نحط هنا الرقم الضريبي والاسم الخاص فينا من ثم نوقع هذه الفواتير باستخدام الأجاة الخاصة فينا اللي هي Z-Signor راح نالأجاة راح نأخذ الأجاة بهذا الشكل والشهادة الخاصة فينا والprivate key والpublic key راح نسوي لهم copy بهذا الشكل من ثم نضعهم من ضمن الفواتير نخش على مجلج الفواتير نحط هنا الملفات تمام طيب الآن أنا راح أحط الرقم الضريبي الخاص فيني والاسم في جميع هذه الفواتير من ثم راح نوقعها كله طيب أنا سويت حاجة هنا أنا بشرح لك الآن في بجاية الأمر كان الرابط اللي هنا غير صحيح اكتشفت ذلك وبعدين غيرته لأنه هذا الرابط كأنه كان يتحقق فقط إذا كانت الفاتورة صحيحة أم لا وغيرت الرابط والآن حنرسل على هذا الرابط الفواتير الخاصة فينا تمام؟ تمام طيب جام أنه الفاتورة اللي أرسلناها الأولى فقط تم التحقق منها راح نرسلها مرة ثانية الآن عندنا ست فواتير تمام؟ تمام أنا حطيت فيهم الرقم الضريبي وكل شيء والآن حنوقعهم عن طريق أداة زيج سيجنر وحطيت هنا مجلج عشان نحط فيه الفواتير الموقعة والمشفرة عن طريق أداة زيج سيجنر طيب حنبدأ بسم الله CMG بهذا الشكل من ثم هكتب هنا جعر عشان تظهر لي الملفات وأقدر أنسخها على طول طيب زيج سيجنر بهذا الشكل من ثم هل عشان برضو يعطيني الأوامر وأقدر أنسخ برضو على طول طيب أول حاجة user الوزر أنا أعطيك إياه لما تجي وتأخذ الأداء زي ما قلت لك والباسوورد نفس الموضوع طيب أنا عندي هنا الوزر واحد 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 وحنا خمس مرات والباسوورد من واحد إلى خمسة طيب بهذا الشكل بعد ذلك بعد ما حطينا الفاتورة الأولى الفاتورة الأولى simplified credit بهذا الشكل راح نحط certificate تمام من ثم الملف اللي فيه certificate بهذا الشكل بعد ذلك public key من ثم الملف اللي فيه public key بهذا الشكل بعد ذلك نضع private key بهذا الشكل من ثم private key بعد ذلك output من ثم نحجج المسار signature بهذا الشكل من ثم ما حاسميها simplified credit بهذا الشكل dot xml enter قال لي done خلص الفاتورة هنا اتوقعت كل شيء تمام طيب نكمل نواقع الباقي الآن راح نوقع هذه اللي هي simplified debits نفس الطريقة اللي نحتاج نحن نسويه نغير اسم الفايل اللي حنسوي له تشفير وتوقيع والاسم الخاص بالفايل اللي راح نحفظه تمام تمام enter اعطانا john قال كل شيء تمام نحفظت عندك هنا فاتورتين طيب ننتقل للفاتورة الثالثة اللي هي simplified عاجية بهذا الشكل ايضا اللي راح نسويه فقط هو تغيير اسم الملف اللي راح يتوقع بهذا الشكل و نغير اسم الملف اللي راح ينحفظ تمام بهذا الشكل الآن وقعنا ثلاث فواتير كلها simplified الآن أنا بستكمل توقيع فواتير standard من ثم أعود هذه آخر فاتورة enter done تمام الآن وقعنا ست فواتير هذه الفواتير مواقعة جاهزة راح نفتحهم كلهم standard invoice بهذا الشكل بعد ذلك standard debit بهذا الشكل مواقعة مشفرة كل شي تمام ومرتبة عندك هنا standard credit بدأنا في simplified simplified invoice فاتورة شرائية عادية simplified مبسطة عندك هنا simplified debit بهذا الشكل بعد ذلك simplified credits تمام تمام طيب حنبدأ بإرسال الstandard الأولى الفاتورة الشرائية الstandard حنأخذ ال-UUID من ثم راح نضعه هنا في مكان ال-UID بعد ذلك سنقوم بأخذ ال-hash بهذا الشكل من ثم نضعه هنا من ثم نأخذ الفاتورة كاملة نسوي لها include باستخدام base 64 نروح للموقع نسوي include بهذا الشكل حنأخذ الفاتورة اللي سوينا لها include باستخدام base 64 ونضعها هنا من ثم نسوي طباعة لل-Response .json بهذا الشكل بسم الله الرحمن الرحيم يا موين تمام قال لك هنا clear كل شيء تمام تم اعتماد الفاتورة طيب الآن راح نقفل هذه الفاتورة ننتقل لل-Standard debit راح نضع ال-Hash نغير ال-Hash ب-Hash الفاتورة الجديدة أو الثانية بهذا الشكل بعد ذلك نأخذ ال-U-U-I-D الخاص بهذه الفاتورة نضع 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 هنا بهذا الشكل بعد ذلك بعد ذلك نأخذ الفاتورة كاملة نسوي لها in-code باستخدام base 64 بهذا الشكل من ثم نسوي لها بهذا الشكل invoice هاش غيرنا الآن راح نغير ال-U-U-I-D هذا هو ال-U-U-I-D الخاص بفاتورتنا الآن سنشغل الكود run قالك هنا cleared تمام تمام طيب الآن خلصنا من ال-Standard الآن سنبدأ ب-Simplified هنأخذ ال-Hash الخاص ب-Simplified من ثم نضع هنا خلنا نمسح هذه والفاتورة عشان ما نتلخبط هذا الشكل الآن حطينا ال-Hash الخاص ب-Simplified الآن نضع ال-U-U-I-D بهذا الشكل بعد ذلك نأخذ الفاتورة كاملة نسوي لها include بهذا الشكل ثم نأخذ ها ثم نضع الفاتورة هنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم نشغل الكود هذا بالنسبة لل-Simplified طيب طيب ايش قال بالنسبة لل-Simplified ايش الرج الرج يختلف عن ال-Clured اعطانا رج هنا اعطانا رج هنا هذا هو تمام هنرتبو اشان نقدر نقرأ بهذا الشكل طيب حالة المشاركة قالك هنا reported تمام تمام هذا هو الاختلاف عن الرج اللي يجي اذا ارسلت فاتورة standard اللي قبل شوي هو الرج اللي يجي اذا ارسلت فاتورة Simplified تمام تمام طيب الآن خلصنا هذه الفاتورة ننتقل لل-Simplified Debit بهذا الشكل نأخذ ال-Hash نفس الموضوع نحط ال-Hash هنا الخاص بالفاتورة الاخرى اللي هي Debit من ثم ال-U-U-I-D ايضا نحط هنا من ثم نأخذ الفاتورة نسوي لها Encode باستخدام بيز 64 تمام نضع فاتورتنا ال-Debit من ثم Run للكود تمام قالك هنا reported بهذا الشكل الآن آه هنمسح الفاتورة بهذا الشكل عشان ما نتلخبط الآن خلصنا من Simplified Debit الآن ننتقل لل-Simplified Credit هنأخذ ال-Hash نفس العملية مثلا نضع هاش الفاتورة هنا نضع ال-U-U-I-D الخاص بالفاتورة ايضا هنا من ثم نأخذ الفاتورة نسوي لها in-code باستخدام phase 64 بعد ذلك نأخذها ونحطها هنا تمام تمام نشغل الكود بسم الله تمام الحمد لله جانا الرج reported الآن احنا ارسلنا ال-6 فواتير احنا الآن ارسلنا ال-6 فواتير للزكاة والدخل عن طريق هذا الرابط اللي يتحقق اذا كانوا الفواتير صح ولا غلط اذا كانوا كل الفواتير صحيحة اللي انت ارسلتها خلاص هو هيعطيك CSID نهائي تمام تمام طيب طيب زي ما ذكرنا من قبل انه اذا انت حطيت في الشهادة الف لازم ترسل ثلاث فواتير standard standard credit و debit اذا انت حطيت صفر ومئة simplified 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 credit جبت احنا حطينا الف ومئة لذلك حنرسل كل هذه الفواتير الستة تمام تمام طيب سوينا المثال العملي على ارسال الستة فواتير وخلصنا الان نبغى نعرف احنا وين بالضبط وين وصلنا وايش باقي احنا عسلنا عجج من الفواتير حسب نوع الشهادة الان باقي اعتماد النظام التقني والحصول على CSID نهائي يخص النظام التقني او الحل التقني طيب كيف احصل على CSID النهائي اول شي احنا نبغى نجلب الكود الخاص بجلب CSID النهائي قالك هنا مثال عملي على جلب امر اعتماد الحل التقني والجلب CSID النهائي تمام تمام زي ما سوينا قبل حنخش على السانت بوكس وحنروح على هذا الخيار واجهة برمجة التطبيقات لتهيئة او تسجيل الحل التقني وعندك هنا اه لمعرف ختمة تشفير الخاص بنظام الانتاج تمام تمام احنا حنسجل باليوزر الخاص فيهم عشان نقدر نطبق المثال تمام بعد ذلك try it out بعد ذلك execute تمام تمام هذا هو الامر الخاص بهذه العملية اللي هي جلب CSID النهائي راح نحول هذا الامر من c url الى python بهذا الشكل حنأخذ الكوج بهذا الشكل حنستفجل امر ارسال فواتير بامر جلب CSID النهائي طيب في بجاية الامر انا راح اغير هذا الرابط راح اضع رابط اخر والرابط اللي راح اضع هنا ما راح اجيبه من ملف منصة فاتورة لاني واجهت مشاكل في هذه الروابط لذلك راح اجيب الرابط من قائمة روابط اعطوني اياها الزكاة والدخل او الدعم الفني الخاص بالزكاة والدخل تمام نسخت الرابط هذا الان لصقت بهذا الشكل هذا هو الرابط تمام تمام طيب ايش هو الهيدرز الهيدرز فيها الاثورايزيزيشن الخاص فيك العادي احنا راح نرجع نسويه من جديد لانه هذا كان الخاص بالموقع لانا نسخ لاننا نسخنا الامر من الموقع مع الاثورايزيزيشن الخاص فيهم تمام نضع السيكريت هذا الشكل من ثم نسوي لها انكود راح نحط هنا الاثورايزيشن او كود الاثورايزيشن من ثم انكود حناخذ بهذا الشكل من ثم نضع جيم كلمة فيزك بهذا الشكل طيب الان اللي احنا ما نعرف هو هذا اللي هي البيانات اللي احنا راح نرسلها ايش هي هذه البيانات وايش هذا الرقم الغريب من وين جبنا هذا الرقم انا بشرح لك طيب جلبنا الامر هذا هو الامر امر اعتماد النظام التقني وجلب الـ CSID النهائي للنظام التقني لكن اللي محيرنا الان هذه البيانات اللي راح نرسلها ايش هي قالك هنا Compliance Request ID ايش هو هذا بذكرك بحاجة تتذكر لما كنا نتكلم في او عن طريقة الحصول على الـ CSID الاول وحصلنا على الـ CSID بهذا الشكل وقلنا انه الـ Request ID الرقم اللي في البداية يستخدم لجلب الـ CSID النهائي بالضبط هذا الرقم هو الـ Request ID اللي جان في الـ CSID الاول تمام 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 كلا هنا نسوي مثال عملي على تطبيق امر اعتماد الحل التقني وجلب الـ CSID النهائي طيب طيب هذا هو الامر الخاص فينا اول شي حنطبع response بهذا الشكل dot json الرابط تمام كل شي تمام الـ authorization تمام اللي باقي هو الرقم هنا هذا هو الـ CSID حقي الاول نأخذ الرقم الخاص بـ Request ID مثل ما نضعه هنا طيب الآن بسم الله الرحمن الرحيم راح نشغل الكود بسم الله يا معين كأنه تأخر تمام ظهر لنا الحمد لله والشكر لله الـ CSID النهائي راح ننسخ بهذا الشكل و نضعه هنا راح نرتب كل حاجة عندك هنا Token Type عندك هنا إيش عندك هنا Binary Security Token هو نفس الطريقة نفس الطريقة ولكنه مهم جدا بشرح لك إيش أهمية الـ CSID النهائي تمام كيف تقدر تستخدمه طيب الآن جلبنا الـ CSID النهائي هذا هو الآن وين حنستخدم الـ CSID هذا ولكن ولكن قبل ما نعرف هذا الشيء إيش صار لما طلبنا الـ CSID النهائي إيش اللي حصل خلنا نشوف إيش اللي حصل في منصة فاتورة وين نروح نروح عند قائمة الوحدات أو الأجهزة التقنية المرتبطة نضغط عليها للأسف الشديد توقف الصوت أو خرب المايك وأنا أسجل لذلك حاضطر أني أسجل في المونتاج طيب عندك هنا الجهاز المرتبط أو الحل التقني اللي إحنا ربطناه ولكن لاحظ في أسماء إنجليزية توتي واحد توتي اثنين توتي ثلاثة مع أني في البجاية حطيت أسماء عربية وعندك هنا الرقم السلسلي وإلى آخر طيب وين راحت الأسماء العربية هذه طيب إحنا الآن انتقلنا للصفحة الأولى إحنا كنا في الصفحة الثانية تمام في الصفحة الأولى عندي نظامين أنا جخلتهم ولكن شوف الحل التقني الثاني اللي بهذا الشكل هذا الحل التقني اللي إحنا اشتغلنا عليه أو السي اس آر اللي إحنا جخلناه بالأسماء العربية شوف الأسماء العربية كيف صارت صارت بشكل غير صحيح وهذا يعني أنه منصة فاتورة ما تقدر تعرض الأسماء العربية بشكل صحيح إما أنه تكتب الأسماء باللغة الإنجليزية أو أنه منصة فاتورة يسوون تحديث ويعرضون الأسماء العربية بشكل صحيح طيب الآن رجعنا للصفحة الثانية عشان نعرض الحل التقني اللي إحنا سوينها آخر حاجة شوف عندك هنا أسماء إنجليزية 2T3 2T1 2T2 تمام طيب أنا أبغى أوريك الكونفيجوريشن عشان نعرف وين هي 2T3 و2T1 و2T2 وهو إلى آخر شوف عندك هذه هي الكونفيجوريشن اللي أنا سويتها آخر شيء وليست أول وحدة شوف عندك 2T1 صارت في اسم الوحدة التنظيمية 2T1 2T2 صارت عندك في اسم المنظمة عندنا 2T3 نشوف وين صارت صارت في الاسم العام طيب بالنسبة للرقم السلسلي هذا هو هو نفس الرقم السلسلي اللي في الكونفيجوريشن هذا هو بعد ما جربت لاحظت أنه ما يلزمونك بحج معين تقدر تكتب حروف كثيرة أو قليلة أقل من 6 أو أكثر من 6 وأيضا في رقم 2 ما يلزمونك ب3 تقدر تكتب مجموعة محارف أنت تبغاها أو أرقام أو إلى آخر هو رقم 1 نفس الموضوع تمام؟ تمام هذا بالنسبة للرقم التسلسلي طيب الآن سنعود لل CSID طيب نبغى نعرف الآن كيف راح نستفيد من ال CSID النهائي وإيش الفرق بينه بين ال CSID الأول بالنسبة ال CSID الثاني أنت راح تستخدم في عملية الاثورايزيشن الخاصة بإرسال الفواتير النهائية اللي راح تنحسب ال CSID الأول هو يستخدم لإرسال الفواتير أو أمثلة الفواتير عشان يعرفون الزكاة والدخل أنه أيوة هذا النظام سليم لذلك سنعطيه CSID نهائي عشان تستخدموا في الاثورايزيشن لعملية إرسال الفواتير النهائية اللي راح تنحسب تمام تمام حتى تستخدم البايناري سيكوريتي توكن وبعد ذلك نقطتين فوق بعض من ثم السيكرت الخاص بال CSID النهائي وليس الأول لما أنت تبغى ترسل الفواتير نهائية تنحسب ولكن يا محمد أنت إيش تقصد بفواتير نهائية تنحسب أنا بوريك شوف راح ندخل الآن على إحصائيات عن الفواتير الإلكترونية نحن الآن في منصة فاتورة Simulation طيب الآن نضغط على إحصائيات عن الفواتير الإلكترونية من ثم نضغط على هذه العلامة أو المستطيل اللي حواف وجائرية طيب عندك في اليسار الستاندرد وعندك السيمبليفايد في اليمين شوف عندك هنا فواتير تم احتسابها عندك هنا تم قبول 29 مستند ستاندرد وتم رفض 120 مستند ستاندرد عندك هنا السيمبليفايد ما تم قبول أي فاتور السيمبليفايد من قبل من قبلي تمام هذه كلها تجارب أنا سويتها أو فواتير أنا سويتها سابقا تمام تمام طيب خلونا نرسل فواتير سيمبليفايد والستاندرد عشان تتسجل عندنا وبكذا نكون طبقنا الربط كامل تمام تمام طيب هنرجع لأمر إرسال الفواتير وحنستبدأ الآخر السابق بال الآخر الجديد وهو اللي راح نستخدم فيه CSID النهائي تمام تمام طيب احنا حنمسح هذه الفاتورة ومعلومات الفاتورة عشان يكون كل شيء مرتب والUUID ايضا والإنفويس هاش طيب حنبدأ بالاثوريزيشن راح نسوي اثوريزيشن راح ناخذ Binary Security Token الخاص بالCSID النهائي لانه انت ما تقدر ترسل فواتير تنحسب ونهائية باستخدام الاثوريزيشن الخاص بالCSID الاول لازم تستخدم الCSID الثاني عشان يسمحون لك انه ترسل هذه الفواتير تمام تمام الان راح نسوي INCODE للاثوريزيشن الخاص فينا بهذا الشكل حنخش على الموقع وبعد ذلك نسوي عملية INCODE ولكن زي ما تلاحظ انه الاثوريزيشن الجديد اكبر من الاثوريزيشن السابق ضخم جدا شوف الان لما نرسقه شوف الفرق وبرضو ال INCODE راح يكون ضخم جدا تمام الان لصقنا الاثوريزيشن انتهينا من الاثوريزيشن احنا الان حنجخل معلومات الفاتورة وراح نستخدم فاتورة موقعة من قبل من الامثلة اللي احنا سويناها اهم شي يكون جواها الرقم الضريبي الخاص فيك وتكون سليمة موقعة بشكل سليم وهو الاخره احنا استخدمنا اجات زي سيجنر فاكيد ان هي حتكون سليمة سننقل الهاش والUUID من ثم نقوم بعمل INCODE للفاتورة كاملة من ثم ارسالها بهذا الشكل صراحة انضاع التفاصيل كثيرة جدا من الفيديو اه لانه اختفى الصوت فجأة والان انا جالس اسجل عن طريق اه وانا اسوي مونتاج طيب الان تبقى لدينا الرابط من وين بنجيب الرابط احنا حنحذف هذا الرابط الخاص بجلب السي اس اي دي النهائي من ثم نجيب اه الرابط عن طريق اه ملف اه فاتورة حنروح للرابط الخاصة بالSimulation حناخذ الرابط الخاص بالReporting لانه الفاتورة اللي احنا راح نرسلها هي Simplified وليست Clearance اذا انت حترسل Simplified تختار رابط الReporting اذا انت حترسل اه فاتورة standard حتختار رابط الكليرانس وضعنا رابط الريبورتينج الآن راح نشغل الكود بسم الله الرحمن الرحيم تمام جان الرج شوف مكتوب عندك هنا الان راح نشوف هل تغير عجج الفواتير المقبولة في السيمبليفايد كما تلاحظ هنا الصفر عجج فواتير مقبول صفر السيمبليفايد الآن لما نحدث ونرجع للفواتير خلنا نشوف إذا زادوا بالفعل تم زيادة مستنج واحد هذا يعني انه عملية الربط الخاصة بنا صحيحة 100% الآن راح نجرب standard الآن حنأخذ رابط clearance بهذا الشكل لأنه احنا حنرسل فاتورة standard وكما تلاحظ عجج الفواتير المقبولة 29 لما نرسل فاتورة إضافية حتكون 30 تمام تمام طيب الآن حنغير الرابط إلى رابط clearance شوف كلمة clearance وليس reporting الآن راح نمسح الفاتورة أو معلومات الفاتورة السابقة بهذا الشكل بعد ذلك سنقوم بتعبئة الكود باستخدام أو وضع فاتورة مواقعة ومشفرة standard تمام حنأخذ الـ UUID وضعنا الهاش من قبل الآن نضع الـ UUID من ثم سنقوم بأخذ الفاتورة كاملة بهذا الشكل نقوم بأخذ الفاتورة من ثم نضع الفاتورة في الكود الخاص بنا طيب الآن سنقوم بإرسال الفاتورة بسم الله الرحمن الرحيم يا معين تمام جانا الرج الرج ظهر لنا فيه فاتورة أخرى وظهر لنا هنا cleared تمام الـ standard تأخذها الزكاوى الدخل من ثم تتأكد من صحتها وهي تحط الـ QR code من ثم هي ترجع لك الفاتورة المعتمدة سيقوم بفحص الفاتورة وبعد ما يتأكدون كل شيء تمام سيقوم بوضع الـ QR code من ثم هم يرجعون لك الفاتورة بشكل معتمد والفاتورة المعتمدة اللي رجعت هي اللي راح تشاركها مع العميل تمام تمام اللي همنا الآن نشوف إذا تم قبول الفاتورة في منصة فاتورة ولا لا هنخش الآن على منصة فاتورة تمام تم قبول 29 مستند هذا من قبل الآن راح نحدث الصفحة ونشوف إذا صارت 30 هذا يعني أنه تم قبول الفاتورة بنجاح تمام ممتاز جدا بالفعل صارت 30 30 فاتورة الحمد لله والشكر لله الآن تم إرسال سيمبليفايد وستاندرد كتجربة وربطنا في هذه الحالة سليم 100% والحمد لله كل هذا بفضل الله عز وجل طيب إحنا أنهينا المثال العملي للجلب الـ CSID النهائي الحمد لله الآن نبغى نشوف إحنا إيش سوينا إحنا عبرنا هذه المربعات كاملة الحمد لله وشكر لله كل شيء بفضل الله وقال لك هنا نسوي مثال عملي على رؤية النظام التقني في منصة فاتورة خلاص إحنا أنجزنا شفنا الحل التقني والنظام التقني وأنهينا جميع المراحل آخر حاجة أبغى أقولها أنه أنا عندي اقتراحات للشرح إذا أرجتم شرح أي موضوع من هذه المواضيع الظاهرة أمامك اكتب لي في الكومنتات وأعلمني بذلك وإن شاء الله راح أشرح جميع الأشياء اللي أنتم تطلبونها هذه مجرد اقتراحات تمام؟ تمام آخر شيء أبغى أقوله شكرا لجميع واللهم معنا وارزقنا الجنة في الآخرة وارزقنا الهداية والصلاح والعون والمال وراحة البال والحياة الكريمة والعلم في هذه الدنيا يا رحمة ورحمة جميع المسلمين لحياة منهم ولا موت وارزقنا لقياك ورؤياك يا رحمة الراحمين شكرا لجميع هذا هو رقم جو علي هذا رقم هاتفي توصل معي في الواتس أب إذا أردت أي مساعدة أو شراء الأداء زاد سيجنر شكرا لجميع مرة أخرى إلى اللقاء شكرا لجميع